كلها ساعات ويلعم منتخبنا الأولمبي مباراتين في منتهى الأهمية أمام زنبيا تعالوا نوجه أنظرنا كلنا ليهم منتخبنا الأولمبي استعد كويس لمواجهتي زنبيا في المرحلة النهائية لتصفيات بطولة أم أفريقيا المؤهلة الأولمبيات باريس عايزين معاهم ننسى اللي حصل مع منتخب الشباب والنشئيين نفتكر بس إن المنتخب الأولمبي عنده لعبة كويسة ومدرب كبير ندعم ونساند وننسى كل حاجة ونفتكر بس إننا عايزين نشوف الأولمبيات تاني ومش باية يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة منتخبنا الأولمبي أمام مواجهتين في منتهى الأهمية مواجهتين مصيريتين في مشوار التأهل لكأس الأهم الأفريقية البطولة المؤهلة لأولمبيات باريس إن شاء الله 2024 محتاجين إيه؟ محتاجين دعم محتاجين مساندة محتاجين تركيز محتاجين منتخب كبير منتخب رائع روجيرو ميكالي مدرب متمرس راجل فايز بالأولمبيات قبل كده مع المنتخب البرازيلي لعيبة عندنا لعيبة في المنتخب الأولمبي لعيبة كويسة على الأقل لعيبة متمرسة في الدول المصري وتنافس وبتلعب بشكل مستمر إلى حد كبير الموضوع مختلف عن منتخب الشباب مختلف عن منتخب الناشية ما تقلقوش إن شاء الله قدام زنبيا هنقدر نعمل مباراتين محترمتين بإذن الله بس أهم حاجة الروح الحماس تركيز وطريقة لعبة محترمة وخطة محترمة من المدرب وإن شاء الله ربنا يكرمنا النظرة التشاؤمية بقى اللي هي بتاعت ايه يا عم مفيش فايدة يا عم لمنتخب شباب ولا ناشيين ولا أولمبي ولا أول بلاش مش عارف ايه مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده الميزة عندنا إنه حتى لقدر الله لقدر الله كان عندنا بعض التعصرات بنلاقي حاجات حلوة بعد كده نلاقي حاجات حلوة مع المنتخب الأول نلاقي حاجات حلوة مع المنتخب الأول المنتخب الأول ما يدوناش حاجة كويسة فتلاقي منتخب الشباب بتاعها كويس ده على مر التاريخ فان شاء الله ربنا يسعفنا ان احنا نعمل مباراتين محترمتين امام المنتخب الزنبيا اول مباراة تبقى في الكهرة في استاد الدفاع الجوي يوم الاربع باذن الله نحاق فيها فوز مضمون مريح قبل مواجهة الزنبيا نروح كده وان احنا مرتاحين نتأهل لكاس الامر الفقية ووقتها نفكر في الاهم وهي التأهل لأولمبياد باريس ميكالي النهاردة قال تصريحات مهمة ايضا الكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب الأولمبي قال تصريحات مهمة نروح نسمعها ونرجع ان نعلق عليها ممتش بعد بكرة ممتش المنتخب الأولمبي مع زنبيا مباراة في غاية الاهمية اتنين وعشرين ان شاء الله وستة وعشرين حيتحدد ان شاء الله من خلال المتشين من اللي حيكون موجود في المغرب وان شاء الله يكون لنا نصيب مباراة طبعا مهم ان احنا نعمل فيها مكسب كويس ونتيجة كويسة عشان انتم عارفين طبعا هو يمكن موضوع مختلف عن المنتخب الأول المنتخب الأول لنا نلعب ملاوي رايح جاي بس الموضوع موضوع نقط النماء هنا خروج على طول المغلوب فنتمنى ان احنا نعمل نتيجة كويسة تساعدنا ان شاء الله قبل المتش التاني يوم ستة وعشرين كلنا عارفين ان احنا بدأنا كانت البداية بأول موضوع مع بينين بعد كده لعبنا الموضوع بعد كده لعبنا الموضوع منيجر تساعد منك في الساوى من يوم موت في التحديد في نفس الوقت برضو اختارنا الموضوع الذي اعبنا من يومين مع السودان ف كان هاريس ميكالي Froak برضو لي المرحل الأخر نحن نمت بشكل جيد لنا المباراة نحن نعمل بشكل جيد لنا مباراة نحن نعمل بشكل جيد لذلك لمنزبع المعصقر للاحسن الزمثورة نحن نعرف جيدة وعرف وجد نقاط الاصبع بجوارك وقد دعنا البشرية على سلامة الجميع أو المتحب في زامبيا وأننا نتأكد مستعدين وتواحد في سلامة ن違ارة جميلا ونقول ما نعود لديناتي حاملنا في مجرد الأسيان نحن نستمع بشكل دائما المعنوات في مجموعة الوقت نحن نستمع حدوى التاريخ الخاصة في الأسوات من وسيلة لم تكن تملك التعديد منه من هكذا كان يتروني من المعنوات كالنساء التي يعرفون أننا نستمعوز واحد جدًّ جدًّا عرضاتو وتقاليدو وخاصطة النحية الدينية نعلم ، نعلم ، نعلم ، نعلم جدًّا بأنه دائماً يعمل خلال قليلت طالبًّ تناولً جدًّي ودينا أن نحق يجنشى لقد جدًّا نعلم جدًّا نحقًا بإذن نحق التجربات إننا نشهر رمضان المبارك على اللقاء وإننا نجازنا نفسنا وبضينا نحقًّا المهمة التي نعطلها احسابها موضوع الصيام بالإذن الله في المباراة القدمة نوسيطرون كل الماستشفين لعملما لأعبدنا كمدربيين الأجانب وتمع المسؤول يحصل بالمباراة مهمة لنفع لهم سوف نحاول نتصرف التفاصيل والمدربيات يغفل جولة جيدة بموضوع السيام فيناه نجد فيه يجب أن يساعد نحنون كما ننهان نعمل المباريات كما نحن نتحرك نشيح ديات المادي لأن هذا المباريات تجدنا ونحن جاءنا أن نحن نضع المدير الاشتاء مما يتمرنا كل يوم مع المنطقب منحن نحن نقوم ببنير والذين في نفس الوقت المباراة الوديا تتفعنا لتحضروا بعض اللعبين الجداد اللقائين يقتسبوا الأسكار والمنهجية بتاع العمل اللي هو وراجل بيحطها للمنتخب اللحظة الوديا مباراة الوديا مهمة جدا سنعطي الوديا مهمة جدا لكننا جمباتنا لحظة رجال ولكن دلوقتي مباراة حاسمة ونقطة حاسمة جداً في طريقنا إن شاء الله للمبطولة القادمة فإذا لازم نختار بشكل بعناية جيدة جداً للعناصر اللي هتشتغل معانا في الفترة القادمة متطمن أنا مش أعلان على المنتخب الأولمبي بصراحة ميكالي مدرب كبير كابتن بركات مشرف على المنتخب برضو اسم كبير فيه اهتمام كبير بالمنتخب الأولمبي اهتمام محترم إن شاء الله بإذن الله ربنا يفرحنا قدام منتخبي زنبيا وزي ما قال الكابتن محمد بركات مواجهتين في المنتخب الأهمية عشان لقدر الله فيهم خسارة أو فيهم تعصر يبدأ معنا إن احنا هنخرج مش هنلعب في كأسلام الأفريقية ومش هنلعب بالتبعية في الأولمبيات لكن بالنسبة للمنتخب الأول فالمنتخب الأول ما زال لديه أكثر من فرصة بس المنتخب الأول من ناحية تانية عند مواجهتين مفيش فيهم نقاش غير الفوز قدام المنتخب ملاوش نكسب زهابا نكسب قيابا نرتاح ونضمن السعود ونخلص من أي حسابات أرجوكم يعني أرجوكم مش محتاجين حسابات وزي ما أنا واصق في ميكالي مع المنتخب الغنبي واصق أكثر بكثير للمنتخب الأول مع روي فيتوريا مدرب محترم مدرب فاهم مدرب عارف هو بيعملي بالمناسبة في ناس هوايتها إنها تقعد تنتقد وتهاجم وتعمل قصص على أي قايمة للمنتخب مع أي مدرب؟ مع أي مدرب؟ من ساعة موعد عكورة من أيام ما الكابتن محمود الجاري كان مدرب منتخب مصر أي مدرب يختار قائمة المنتخب مصر عليها انتقادات وللأسف دلوقتي بقى بين قوسين عليها هجوم طيب أنا هسأل سؤال ببساطة يلخص الحكاية أنا وحضرتك دايما نقول وإحنا بنفرج على الدولة المصري الجملة الشهيرة اللعيبة كلها بقت شبه بعض ما بقاش فيه فرقات كبيرة مش بنقول كده؟ طيب بما إننا احنا المتابعين مش اللي بنختار مقتنعين إن الفرقات ما بقيتش كبيرة وده واقع يعني من سيب بقى المدرب يختار أي اسم من الأسماء دي عشان فعلا الفرقات مش كبيرة اللي هيعرف اشتغل بيهم اللي هيعرفه يعملوله اللي هو عايزه في أرض الملعب من سيبه يختار بقى اللي هو عايزه أدام احنا مقتنعين ومتفقين إنه كله شبه بعضه مش بقول كله شبه بعض دي دي يعني تقليلا أو بس لو احنا وقفين في حتة في النص فالكل شبه بعضه مش أقول حتة تحت يعني بسيطة يعني كل الدعم إن شاء الله المنتخبنا الأول مباراتين أيضا في منتهى الأهمية أمام منتخب ملاوي منتخب مصر بالمناسبة المنتخب الأول يعني خاد أول تدريباته باستاذ الدفاع الجوي اليوم في المعسكر اللي انطرق اليوم استعدادا لمباراتين ملاوي المكرر لهم يومي 24 و28 في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في كود بوار 2024 المران شارك فيه النهاردة 15 لاعب محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني واحمد فتوح وهشام صلاح وطارق حامد ومراوان عطية واحمد عبد القادر وحمدي فتحي ومحمود حمادة ومحمود كهربا واحمد مصطفى زيزو وعمر مرموش ومصطفى محمد ده بالإضافة إلى محمد أحمد حارس المنتخب الأولمبي عشان اللي موجود في المنتخب الأول حارسين فقط الآن في المران ده يعني لحين وصول لعيبي بيراميدز ومعهم طبعا أحمد الشناوي حارس المرمى المنضم أيضا للمنتخب تخلف عن المران الأول أحمد حجازي وأحمد حسن كوكا بعد حصلهم على إذن من الجهاز الفني للانضمام غدا وهينضم أيضا محمد صلاح غدا السرساء في نفس التوقيت هيحتفل إمام عشور بحفل الزبافة قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر ألف مليون مبروك لإمام عشور وإن كان يعني حظه وحش مع ميتلند ما تآهلش للمرحلة النهائية في الدوري الدنماركي للمنافسة على اللقب وموجود في المرحلة التانية اللي هي مرحلة الهبوط إن شاء الله الأمور تبقى الإمام عشور أفضل في تجربته الاحترافية الأولى خبر حلو بقى خبر حلو قوي أنا النهاردة هشيت باتحاد الكرة مرتين نقول للمرة الأولانية نقول للمرة الأولانية اتحاد الكرة المصري قرر يجهز حفل لتكريم محمد صلاح على هامش معسكر منتخب مصر المقام حاليا سالة المبراطية ملاوي حفل التكريم هيكون بمناسبة إن محمد صلاح بقى الهداف التاريخي لليفربول بعد تسجيله أكثر من 128 هدف بقميس الريدز عشان يتخطى طبعا الرقم الكلاسي باسم روبي فاولر حضراتكم معارفين الكصة دي اتحاد الكرة بيرتب حاليا مع الجهاز الفني ليه منتخب مصر عشان ياخدوا المعادة النهائي ليه حفل التكريم والمكان والشخصيات اللي هيتم دعوتها ده موقف عظيم ومحترم ويامنة دي نبيه محمد صلاح نقعد كده طول الوقت نشمشم على المناسبات اللي ينفع نكرمه فيها ولو علي أنا أكرمه من الببل الطاق كده كل شوية يعني كل ما يعدي علينا كل معسكر هنكرمك ليه هنكرمك وخلاص انت كل يوم فرحنا انت كل يوم مشرفنا انت كل يوم رفع راسنا انت كل يوم تبقى خير مثال لإسم مصر في كل حتة في الدنيا لو علي أنا أكرمه بمناسبة ومن غير مناسبة بس كون انتحد الكرة شايف ان فيه مناسبة وهي مناسبة فعلا كبيرة انه بقى هدف التاريخي لفريقه في الدولة الإنجليزي فقال هنكرمه برافو برافو اتحاد الكرة المصري برافو خد بالك أنا من موقعي هذا يا ما انتقطت اتحاد الكرة في أسباب كثيرة ومنطقية بس دايما لما الناس تعمل حقا كويسة نقول عملوا حقا كويسة لازم الموضوع مش خلافه أو أو لوم شخصي هو احنا كلنا بنحاول نشتغل لمصلحة الرياضة والقرة المصرية هتحاد الكرة لم يعمل حقا كويسة برافو هتحاد الكرة لم يعمل حقا غلط لأ ونقف ونشاول ازاي ودي الحاجة التانية اللي عشيت بها بالتحاد الكرة من يومين كنت جبت لحضراتكم الموقع الرسمي لاتحاد المصري لقرة القدم وكان في حكاية دمها تقيل جدا جدا انه موقع مش قبضو ديت ما فيهوش تحديثات اخبار قديمة فيه نسخة عربي فيها جمال علام رئيس الاتحاد الكرة تفتح النسخة الانجليزي تلاقي هانا بوريدا هو رئيس الاتحاد الكرة تفتح النسخة الفرنسية وتلاقي احمد مجاد هو رئيس الاتحاد الكرة حاجة عايب قوي يعني قوي ولكن في استجابة سريعة من اتحاد المصري لقرة القدم جابوا ناس او شركة يبدأوا يشتغلوا على تطوير هذا الموقع الرسمي لاتحاد المصري لقرة القدم خطوا متأخرة بس يعني خدوها ما تأمسوش ما زعلوش ما جوش قالوا لك ايه مثلا يا عم انت ماسك في سلبياتنا وسايب ايجابياتنا لأ قال لك احنا عندنا غلط في حاجة احنا مكسرين فيها فقدم سمعنا النصيحة ققدم سمعنا لفت الانظار للموقف طب تعالى ان نشتغل ونعدل برافو برافو فيه ناس تقول لك ايه طب والله ايه احنا عاملينه بقى فاهم طب اتفكرنا كنا نسيين ولا مش شايفين انت ام مش عاملينه لأ عادي بنعدل لمصلحتنا كلنا تاني كلنا مصلحتنا واحدة من الكرة المصرية بقى شكلها كويس الكرة المصرية تبقى في افضل حال ان زي ما بيقوله كده ايه البراند ايميج او صورتنا في العالم كاتحاد كورة تبقى صورة جيدة يعني اللي بيخش من اي حتة في الدنيا على موقع اتحاد الكورة عشان يشوف منتخب مصر يلعب امتى ولا 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 اي معلومات عن منتخب مصر يلاقي نسخة من موقع الالكتروني كويسة ما نبقاش مكتفيين بصفحة على الفيسبوك عيب يعني لان انا عرفت كمان ان كلاتنبرج رئيس لجل حكام السابق في اتحاد المصر كويسة القدم كان مداء جدا من فجهة ان فيديوهاته اللي هو كان بيعملها دي بتاع التحييي الحكام بتنزل على صفحة على الفيسبوك ومتنزلتش على الموقع الرسم عرفت بعد كده يعني بعد ما اثرنا هذا الموضوع بس كل الاحوال برافو تانية لاتحاد الكورة تانية برافو حلو ادي امي نحسن وبنعدل النهاردة كان فيه يوم مسير جدا في كأس رابطة الاندية مسير جدا قبل مروح لكأس رابطة الاندية عايز بس اتكلم فيما يخص الحكاية بتاعة النادي الاهلي وربطة الاندية النادي الاهلي عنده مواجهة مع المصري في كأس الرابطة والاهلي طلب تأجيل هذه المباراة عشان ظروفه ومنافساته الأفريقية وشايف انه شمافودي لعب المباراة في المعدد رابطة الاندية شايفة انه الاهلي وافق على شروط هذه المسابقة من الأول ووافق انه مش هيبقى فيه تأجيلات ووافق انه هيلعب من غير الدوليين والنادي الاهلي وجهت ناصره انه عندي عدد كبير من اللاعبين الدوليين موجودين دلوقتي مع منتخبات مصر المختلفة وبالتالي مش هعرف ألعب وقلت لكم مبارح ان مارس الكولر مصمم ومصر انه مايلعبش هذه البطولة وقبلغ ادارة النادي الاهلي بهذا الأمر قال لهم حتى لو عايزين تلعبوها فمش بفريقي ولا بجهازي عايزين لعبوها بفريقي الشباب بجهاز الفان براحتكم النادي الاهلي طلب التأجيل النادي الاهلي مش عايز يلعب المبارحة في وقتها فيه اقتراح انه الاهلي أصلا ينسحب من هذه البطولة بس ده مش حاجة رسمية من النادي الاهلي بس ده اقتراح محروض يعني فيه اقتراح آخر انه الاهلي يلعب بفريقي الشباب بجهاز فاني فريقي الشباب اقتراح تاني فيه اقتراح تالت انه الاهلي يلعب باللعبين المستبعدين خالص من حسابات مارس الكولر زي مثلا برونوسافيو زي أيمن أشرف ومجموعة من الشباب مثلا بس الأهلي المعلومة اللي قدر أقولها لك أنه شال عن مباراة المصري في كأس الرابطة بأي من اللاعبين الأساسيين في فريق النادي الأهلي الفترة الأخيرة أو حتى اللاعبين القوام اللي بيستخدموا مارس الكولر طوال الفترات الماضية بالمناسبة مارس الكولر حتى هذه اللحظة مع النادي الأهلي استخدم تقريبا في هذا الموسم يعني حوالي 25 أو 26 لعن فما عندوش حل الأهلي بعد إسرار مارس الكولر إلا أنه يلعب بالشباب أو ينسحب من هذه البطولة طيب رأي أنا بقى إيه رأيه زي ما بيحصل في العالم كله في العالم كله بتشوفوا أنتو مثلا ليفربول منشستر ينايتد ريال مدريد باريس سان جرمان هتلاقوا مثلا الفرقة دي لما بتنافس فأكتر من بطولة تستغنى عن بطولة منه ما بتتسحبش يعني ايه بتستغنى لو الله أنا أخش ألعب مباراة المصري أخسر وخلاص أخسر وخلاص أنا البطولة دي مش في حساباتي أنا مركز في بطولات تانية فرق أوروبية كبيرة بتعمل كده فرق أوروبية كبيرة بتعمل كده مش بتخش تقول إيه نازل أخسر لأ بس ما بتلعبش بالعناصر أو بالتركيز اللي يخليها هيكسب تكسب عشان ما يستمروش في هذه البطولة فيحصل فيها إرهاق أنا رأيي أنه لا أريد يعمل كده والله أنا هلعب بفريق الشباب والله هلعب باللعبين المستبعدين من قيمة مارس الكولور هلعب هلعب أنا ضد دايما فكرة الانسحاب في أي مع أي فريق ومع أي نادي بس هلعب وما تكملش براحتك بقى براحتك والله أنت بقى شايف أنه أنا الأهلي لما خش أي بطولة ما لازم أن نفس عليها وما أخسرش وقوة برضو دي بقى جيت نظرك بس الأهلي سأل فهم ما عملتش كده بالمراسل لو تفتكروا سالة اللي فاتت حتى بيت سمو سيماني ما كانش مركز في البطولة خالص كانت من مجموعة واللي هو تقريبا على ما أتذكر الأهلي خد المركز الأخير أو قبل الأخير يعني في كل الأحوال ما اهتمش الأهلي بهذه البطولة ده ببساطة الحكاية الرابطة مصررة على أقامة المباراة في موعدها الأهلي يرفض أنه يلعب المباراة في الموعد ده وفي النص اقتراحات أنه الأهلي يلعب بفريق شباب أو من العناصر المستبعدة في تشكية النادي العالي في الفترة الأخيرة دي الحكاية من أولها لآخرة النهاردة بقى في كأس الرابط مباراة مصيرة جدا بين الإسماعيلي وغزل المحلة الإسماعيلي تقدم عن طريق فراس شواط في ديئة الثالثة وبعد كده حميد مو تعادل للمحلة في ديئة تلاتة واربعين وبعد كده الفريقين لعبوا ضربات ترجيح ستشوف الأهداف الأول ودهك اللي حصل في ضربات الترجيح ده الهدف اللي سجله حميد مو هدف التعادل لغزل المحلة عشان الفريقين يروحوا بعد كده لضربات الترجيح في ضربات الترجيح فاز الإسماعيلي سبع ستة بعد ضربات مارس هونية بين الإسماعيلي وغزل المحلة وفاز الإسماعيلي زي ما قلت لكم سبع ستة فيه إنها محبش الحركات دي بصراحة بتاع تبايا المحمدي وأي لاعب يعني لاعب اللي يعمل على دماغه إن أنا فاهم وعارف أحسن منك واللاعب اللي يقولك يسد ودانه حركات ما عارف كمان ملهاش كويمة في الوقت ده خاصة الإسماعيلي ظروفه صعبة والحكاية مش مستهلة فماشي يعني فيه ألف احتفال ممكن تحتفل بيه يعني فالإسماعيلي بص نفس القص كلها حركات كلها حركات لعيبة وراء بعض عما تعمل في حركات فاهمش أنت بقى الحركات دي بتتعمل ليه بعدها فاهم يعني اللي بيعمل حركات ده يعني يكون مكسر الدنيا ماشي حل إسماعيلي يعني يسعب ألايا حد إن شاء الله الأمور بتاعته بتحسن بالمناسبة يعني جمهور إسماعيلي كان لابس تيشيرتات سودا اعتراضا على وضع الإسماعيلي في الدوري هذا الموسم وضعه في الموسم بشكل عام بس أنا واصل برضه في كابتن حمزة الجمل إنه يستطيع إنه يلم الأمور في موقف صعب جدا للإسماعيلي بالمناسبة اللي أهضر آخر ضربة للمحلة كان أحمد الندري هي الضربة في الآخر يعني خسرت غزل المحلة طيب نهارده مباراة مصيرة أخرى في كأس الرابطة للتحادس جندري وفاركو انتهت المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي اثنين اثنين أحمد مودي تقدم لفاركو في الضيئة 43 من ضربة جزاء زي ما حركم شايفين وبعد كده أحمد عادل ميسي تعادل للاتحاد في الضيئة 48 زي ما حضراتكم شايفين وبعد كده محمد محمود سجل للاتحاد الهدف السايد وده والأهدافه مع الاتحاد محمد محمود اللعب المعار من الأهلي في الضيئة 72 وتعادل سكاري لفاركو في الضيئة 98 98 وبالمناسبة قبلها قبلها بثواني كان رامي صابري أهضر رجلة جزاء لفاركو رامي صابري النهاردة هو الرجل اللي هيعيش يوم صعب جدا عشان في ضربات الترجيح رامي صابري أيضا أهضر ضربة الترجيح لفاركو والاتحاد في النهاية فاز على فاركو بضربات الترجيح وأيضا كانت ضربات الترجيح مرة السونية وفيها الكسير من الصعوب رامي صابري في الكرة دي أو ضربة الجزاء دي جابها في العرضة وشتها بشكل حنين شوية في ضربات الترجيح وضعت منه يعني واحدة في العرضة قوية جدا وواحدة بعد كده راحت منه حظ وحش يعني رغم رامي صابري هو المتخصص الأول في فريق فاركو وكان المتخصص الأول في فريق أمي في ضربات الجزاء بس هاو يوم مش يومك يوم مش يومك تمام دي كانت ضربات الدرجيح ده سيد سالم اللي ضيع الكرة ديت برضو شطها بقوة جدا بقول لك كان فيه سوق حصل الفريقين الكبير في ضربات الترجيح وبنسبة يعني عايزين عندنا كمان يحصل تطور كبير في ضربات ترجيح التمرين عليها الحراس كمان اللقطة دي حلوة قوي راح يسلم عليه بعد ما ثبته يعني من بالآخر يعني اه دي الكرة بتاعة رامي صابري ايه التاني حظوا أعيش بقول لكم النهار ده اوي روص هم مش بصدق نفسه مضيع ضربتين في المباراة واحد ده صابر راحيل المتعلق جدا مع الاتحاد الموسم ده والموسم الماضي كمان عجبني أنا صابر راحيل خبرات كبيرة جدا وعمل موسم محترم جدا جدا مع الاتحاد دي اعطاك تحتيجي اظن اللي بعدها ضاعة ده محمود عبد العزيز ايه لأ دي جت والاتحاد هيسجل تاني وبعد كده فارقه هيضايع بس بتعفاركوا الأخيرة دي برضو غريبة اوي احمد عوض غريبة اوي منه بصراحة في السماء مم طيب ده فيما يخص كأس الرابطة مبروك للاتحاد مبروك للنادي الإسماعية هلم اليوم أما عن أخبارنا فخلاص انتهت رحلة شيوسفالدو فريرة مع نادي الزمالك ومن الآخر يعني هي انتهت بلا رجعة شيوسفالدو فريرة في مراحله الأخيرة في التدريب وانتهى هذا العصر العصر الزهبي في الولاية الأولى العصر الزهبي في بداية الولاية الثانية في الموسم الماضي مع تعصرات كبيرة هذا الموسم جزاله فريرة في رأيه وهفضل أقوله ومقتنع به ومصمم عليه انه واحد من أفضل المدربين الأجانب اللجوم في تاريخ دوري المصري واحد من أفضل المدربين الأجانب عوضا على السبيع الرائع لهذا الرجل عوضا على الأداء اللي عملوا مع الزمالك في الأولاية الأولى 2014-2015 والموسم الماضي الموسم ده كل حاجة في الزمالك كانت غلط كله كله إلا الجمهور عشان بكرر الكلام ده إلا الجمهور بس ده الحاجة الوحيدة اللي كانت سليمة وتفضل سليمة طول الوقت في تاريخ نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك رحل فريرة والحكاية خلصت الزمالك بيعرض على فريرة الحصول على مستحقاته القديمة وشهر من الشرط الجزائي عشان ينهي العقد بالتراضي ده عرض نادي الزمالك لفريرة حتى هذه اللحظة وأنا بكلمكم في هذا الأمر فريرة رافض عايز ياخد مستحقاته كاملة مستحقاته كاملة اللي هي قيمة عقده بالكامل اللي من المفترض ينتهي في شهر سبتمبر اللي جاي عايز ياخد مرتب لحد شهر سبتمبر اللي جاي عشان يمشي من نادي الزمالك ست شهور تقريباً يعني رقم كبير يعني هي برقم كبير طيب طبعاً أنا مش قادر أنصح فريرة يعني مش قادر أنا أعواف معاه كل الوقت أقول إيه لو سمحت فريرة قادر وضع الزمالك واستحمل ومش هيسمعني أكيد يعني بس اللي قادر أقوله إنه أجماعة رجاءً يعني وإحنا بنعمل عقود مع مداربين أجانب تحديداً مش مصي مصيين بالحب بنخلص كل حاجة الأجانب مش بيهزروا الأجانب ما بيهزروش والله عايز نمشي أهلاً وسهلاً اديني فلوسي والله عايز نعود يبقى تسمع كلامي وتنفس كل اللي أنا عايزه عايز لعيبة عايز أمشي بفلان عايز أجيب بفلان براحتي دول الأجانب الأجانب اللي من نوعية فريرة بالمناسبة يعني اللي هو يا كده يا كده فأنا بصراحة مقدرش أقول مثلاً إيه إن فريرة غلطان إنه متمسك بحقوقه مع نادي الزمالك وفي نفس الوقت أنا برضو مشفك على نادي الزمالك إنه خلاص فريرة مش عايز هو مش مبسوط والنادي الزمالك مش مبسوط بيه وكل ده اللي بيتضر فيه الفرقة وبالتالي جمهور فالعلاقة مش هينفع تكمل في كل الأحوال وهو عنده حق والزمالك يصطحق مننا المسندة وأنه نقول الوضع بالنسبة له مش مستحمل كمان يخش في أزمات مالية أكبر يعني مش عارف عموما يعني إدارة نادي الزمالك في نفس السياق قررت إسناد مهمة قياد مران الفريق غداً لأسنائي أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي لحين التعاقد مع مدرب جديد المجلس حتى الساعات الماضية بيبحث عن مدرب يقود المران حتى تم الاستقرار على إسناد المهمة لعبد المقصود والمحمدي بالمناسبة نادي الزمالك قال أو مجلس دولة نادي الزمالك قال إنه المدرب القادم لنادي الزمالك هيكون مدرب وطني مصري يعني مش أي النبيش طيب ورغم كده ورغم تقديم استقالته إلا لسه فيه أصوات داخل نادي الزمالك بالطالب بمنح الفرصة للكابتن أسامي نبيه لو كان الفريق فيه مباراة البنك الآلي فيه كأس الرابطة فيه زل عدم اقتراب التعاقد مع مدرب أجنبي جديد وأنا زي ما قلت لكم أجنبي ده كان مطروح بس خلاص مجلس الإدارة استكر إنه يكون المدرب مدرب مصري هتقول لي خلاص أكيد مصري هقولك في نادي الزمالك في الوضع ده ما فيش حاجة ممسوكة إحنا كل دقيقة بتجينا معلومة عشان بالمناسبة يعني فيه اختلافات في وجهات النظر جوه نادي الزمالك يعني فيه ناس تقول لأ لازم نجيب مدرب أجنبي فيه ناس تاني تقولك لأ هجيب أجنبي للوقت وانا تقريبا خسران دوري وخسران أفراقيا طيب فيه ناس تاني تقولك لأ نجيب أجنبي عشان خاطر يستعد للموسم الجديد طب ما نجيب مدرب مصري أحسن أنه مدرب مصري والأقرب هيكون الكابتن خالد جلال وده اللي قلناه نبارح الكلام ده ممكن يتغير بكرة آه ممكن يتغير بكرة يا سلام آه يا سلام الله أعلم نحن بس كل ما بيحصل أبديت بنجيبه لكم بنقوله لكم لكن جوه نادي الزمالك أصلا القرارات أو الأفكار بتتغير فأنا ماشي معاك لحد ما ييجي القول الفاصل في هذا الأمر محمد صبح حارس مرمى نادي الزمالك رفض عرض أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك تعديل عقده العرض كان بما يقرم من خمسة مليون جنيه صفي الضرائف في الموسم ده رفضوا محمد صبح وهيرفضوا محمد صبح وهقولك هيرفضوا ليه محمد صبح هقولك ليه بالمنطق يعني هو شايف عود عمالة تتصرب فيها تمانية وعشرة واثناشر وثلاثتاشر ولعي بالأجانب كمان فيها 20 و 30 مليون جنيه في الموسم فهاخد خمسة مليون ليه لا أنا عايز أكتر ودي برضو مشكلة اللي صرب يعني اللي صرب بغض النظر أنا ما عرفش مين اللي صرب بقى في نادي ولا برا النادي بس اللي صرب ده هيعمل أكيد مشكلة جوال فرقة برضو منطقها طبيعي إنه بدأوا اللاعبين يبصوا البعض يعني بعد ما أنا كنت هارضة بخمسة مليون لا ما هو اللي جنبي وممكن ما كنتش بيلعب أصلا بياخد 8 أو 9 و 10 مليون فأنا عايز زيه عموما يعني دي مفاوضات بالنادي الزمالك وبين اللاعب وإن شاء الله تتم على خير في كل الأحوال نحن لسه بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هاي شرفني وينوارني الكباتن الكبار كابتن حسن مصطفى كابتن محمد عبد الله فكرة دي اللي حلوة قوي دايما بتبقى حلوة قوي عشان فيها كابتن حسن مصطفى وكابتن محمد عبد الله بصراحة كابتن حسن حبيب يا كابتن كريم ربنا نخليك كابتن عبد الله مشرفنا النهارضة يا كابتن عبد الله بعدين لازم نلسعه عايزي وليه ما هيبدا أصلا هو شهلك من بدل اه شهيلها صحيح حاسس كده وانا جاي اقول لك عحاجة انا جاي ومراتي قيلالي كده قيلتلي انت خسرت الرهار هتلاقيه مركز انا مراتي مسبقالي الصبح النهارضة فانا بقولك هو بوزالة اه دي بو بوزالة اه دي مراتي قيلتلي انت خسرت الرهار عشان سادة مشاهدين بس يبقوا عارفين هو كابتن محمد عبد الله قال انه الاهلي والزمالك هيخرجوا من بطولة افراق بس هو اقولك الحاجة لسه برد هو لسه الاهلي برد هو كسر بنت ان شاء الله ما يخرجش لا لا ان شاء الله اخسر الرهار ولا هتزعل لا 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 طبعا اخسر الرهار لا اخسره طبعا ادفع قولك انا لا اخسره طبعا كيمه برده ندلو حق هو كسبان بنت وخسر بنت بس الاريك لسه يعني في الملعب اللي كسبه ايه بقى خسر زمالك كسبت ان الزمالك برا والاهلي هو عموما في كل الأحوال احنا نخسر لو الأهل والزمالك خرج فخسرنا احنا ان حتى لو كسيبت الروهان فاتخسرت ان الزمالك خرج صح كده؟ نبدأ بالزمالك ونبدأ بالعاهة ونبدأ بالمنتخب نبدأ ان انا اقول لك الأول كل صحابهم طيب ورمضان كريم عليك وعلى الأسرة الكريمة وعلى الأمة العربية يا رب وصحابه أبو علي وشار مبارك كده علينا وعلى الجميع يا رب نسيب الأهل والزمالك شوية ونخش على المنتخب أهم دلوقتي نخش نبدأ بالمنتخب الأول المنتخب الأول قائمة لي روي فيتوريا وكتب أقول حتى في المقدمة انه دايما لما أي مندرم منتخبي يعني حراك دلوقتي مدرم منتخب مصر حراك دلوقتي مدرم منتخب مصر أول ما هتعلم قائمة الناس تقولها ما خدش ده ليه وخدت ده ليه على طول لسه كتبقول من ساعة أيامك كابتن محمود الجاهري من ساعة موعدة على الكورة في انتقالات لقائمة منتخب مصر قائمة منتخب مصر شايفها مرضية أو منطقية بنسبة كم في المية؟ لا بنسبة 90% 90% لا يعني صراحة في حراس المر محمد الشناء وإحمد الشناء ومحمد صبحي دولت أنا بالنسبة لأنا كحسن مصطفى دولت أحسن تاريخ حراس موجودين معهم اتنين تانين يعني مدرب حرس الاتحاد المهدي المهدي سلمان والهاني سلمان لا المهدي سلمان في الاتحاد في الاتحاد محمود أبو الصعود بالضبط كده يعني دولت الخامسة بالنسبة لي بتختار منهم ثلاثة يبقى حاجة كويسة حتى الديفنس برضو كويسين الأسامي كلها كويسة أنا بس هو اللي أنا مستغربه هو اللي ما خادش ناس من لعبة فيوتشر يعني انت عندك فريق ماشي كويس اللعبة بتأدي أداء كويس في المركز الثاني في الدوري بيكتهدوا لما حد بيكتهد بيتمنى انه ياخد الإجادة يروح المنتخل يعني العيب زي مهند لاشين وريضا بوبو دولة الاتنين عاملين أداء كويس قوي 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 وقد فرع كمان اللفظ مش اكتاد ده بيبدعوا ماشي يعني يعني اعتفل مع كابتال حسن طبعا مهند لاشين من أفضل التمانية في مصر جيتولي بقى جيتولي بقى أنتم الاتنين هسألكوا السؤال مهم جدا دلوقتي طريق حامد إمام عشور محمود حمادة مران عطي حامد فتحي من من الخمسة دول كان المفوض يبقى ورى لصالح الاتنين طب أنا هسألك أنا سؤال برضو انت هو في الحتة دي يعني حاطة الخبرة طب انت عايز تغير المنتخب ولا تحط ناس خبرة في المنتخب زي طريق حامد أنا بكنا نعمل طريق حامد بس طريق حامد متغلق جدا ما هتحد جدا خلينا بس نتكلم انت عايز تغير الدم ولا تخلي يبقى عندك العيب في نص الملعب خبرة ما هو ده هو الخبرة اللعب الوحيد اللي عنده خبرة في نص الملعب ماشي يعني انت فهمني أنا باخد مران عطيه وامام عشور الصغيري مران عطيه وامام عشور الصغيري ما هو ده أنا بكناه على طريق حامد فقط لغير هل انت عايز تغير ما تتكلمها مراكز أبدا ما تتكلمها مراكز لا انا عايز تغير لا ما هدولة الصغير ما هدولة تخلي بالك لو انت يعني لا تقبل حط نفسي ما كان مدارب المنتخب حضيت مثلا عشر اسماء في وسط الملعب موجودين في مصر كلهم حلوين بما فيهم مهند لشين ومحمد رضا بوب تمام فبادأت اقول طيب خلاص انا اخد ده اولا وما كلهم حلوين تمام فهل من الخامسة دول فيهم واحد ما يستحقش بمعبوب في منتخب مصر لا ممكن مرواه 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 اعطيه مرواه اعطيه انا بس بنقشق انا هقول لك واحد حاجة حاجة اه مرواه لو في الاتحاد كان هيجي مرواه جي مرواه تضم مع المنتخب هو فيتوريا ضم مرواه اعطيه هو في الاتحاد هو في الاتحاد جابه معسكر ماشي يبقى ليه حق مرواه بقى له سنتين مع الاتحاد من مكسر الدني مش او مش زي رغو لا مختلف مع العلم المراكز مختلف اعزولك عاجة او اكتر من سنتين كمان لما احنا كنا مسكين بس انا اقول لك المراكز مختلفة ايا كان اللي يجي ده اذا في الاوف الآخر بس انا بنتكلم على روحكم ستة بنتكلم انا بالزلط كده انا بنتكلم عليها مراكز نمات عالم فرق على مركز تمانية مثلا مين امام عشور عندك محمود حمد بلعب طريق حامد بيلعب ستة حمدي فاتح بيلعب ستة مراوان اعطيك كمان بيلعب ساعة ستة بيلعب ستة ادي تلاتة بس مراوان بها دي النقطة بقى ميزة تانية ان مراوان وحمدي يلعبوا تمانية وستة كريم عايز اقول لك عاجة انت ما تغفلناش عشان انت لما تيجي تبص انا معايا اتخلي بس نتكلم مين اللي بيلعب ستة طريق حامد وحمدي فاتح حامدي فاتح قد اتنين بس قد اتنين ومراوان ساعة بيلعب ستة ممكن مراوان يلعب ست طب مين التمانية ماشا خلانا نتكلم من التمانية مين في الاسام supermarket انتكلم بساعة دي تمانية ارد عليك فض احمد حمد من امياز الماشهورة بتاعتنا والقديمة بتاعتنا هات اللي بيبدع في مكانه. مش اللي بيقدي. ومروان عطيه بيقدي. مين افضل في المكان ده. نعم يعني اما تيجي تكلم على رضا بوبو في تمانية. عايبه اميز من اللعبة دي. افضل من ناس كتير. افضل. افضل من حمدي في تمانية. افضل من مروان عطيه في تمانية. مختلف تماما عن محمود حمال. مختلف. طب احنا ممكن نحسبها حزبة تاني. اتفضل. انا برضو بحاول حط لابس. انا بلعب انا دور فيتوري انا مش مختلف. يعني مش مختلف. احنا ملعب. احنا ملعب اتلفين معا كمان. اهلا تبحط لابس مكان فيتوري. افضل فيتوري اصلا في طريقة لعبه بيفكر يلعب اربعة اتنين تلاتة واحد ويلعب اتنين ستة. مش يلعب اربعة تلاتة تلاتة. وار. مين هيلعب عشرة. عن دول. من اللي موجود دولة. مسلا. هقول لنا. اقول لي بقى انت. ماشي. انا مش عازك تغفرنا. مستوى انه هو لو هيلعب. يلعب في المنتخب هيلعب تمانية. اذا كنت ادعب عام مانو يلعب عشر. اه عاشر. ا GOOD. عشرا. ماشي. اذا بيلعب كمان في اه فريق دلوقتي بيلعب في الفيس بورج بيلعب تسعة بيلعب مهاجم. صريح. يعني خلينا نتكلم يا كيمو احنا في الاخر بصين احنا اختلفنا على اتنين لعيبة بفقرة الراجل لان برضه هقولك نقطة بقى اللي اختيارات اللي موجودة عنده قليلة يعني هو ما عندهش اختيارات كتير انه هو في السرد بكات في نص الملعب ما عندهش مثلا عشر تنفار في نص الملعب فيحتار فالناس تطلع تتكلم انت كل اللي بتتكلم عليه انه مهند لاشين وغضب وبعدين وزي ما انت قلت كده في المقدمة كانت عدارك بتحاسن انه برضه اللعيبة كلها قريبة من بعض جدا لما هيختار حد مش يعني انت بس حد توقيت بتقول محمد رضا بوب ومهند لاشين هم مش هيفروا قوي عن اللي موجودين رضا بوب وفارق مختلف لا بجد مختلف انا يعني انا لمران طول اشتغلت معايا بس لأ حاجة خامة كويسة قوي وكان يستحق ان هو يبقوا متواجد في الفترة دي طب ممكن استألك سؤال مهند بحاول برضه اوصل كابتن عبدالله حاول اوصل لعقل فيتوريا شوية ممكن مثلا رضا بوبو عشان مثلا ما عندوش خبرات دولية فيقول مثلا الموجاتين القادماتين دول حاسمتين ومهمين جدا طب ما في ناس كتير ما عنداش خبرات دولية فيسيبوا للبعد كده طب انت جبت يشام صلاح يشام صلاح اول مؤسكر ليه مفيش بكات رايت في مصر ايو ما هيدي النقطة ايو نرجع بقى للنقطة الأولانية سأقول لك على حاجة على القل رضا بوبو اشتغل في كونفودرالية طب يشام صلاح ما اشتغلش يادأ عندو احتكاك بحريكي انا بقول بس لعب كويس طبعا لما يقول ما فيش بكات رايت في مصر بس اقول لي من اللي بعد محمد هاني يجي بكرايت في مصر فيش حد ولا محمد هاني يروح و لكن فوستن ملعب ملياني ولا محمد هاني ثانية واحدة ايو انت اللي جبتوا النفس انت اللي جبتوا النفس كنا طلعين من الباب هنا وسألتك سؤال اكرم توفيق فاحسم حالاته ومحمد هاني فاحسم حالاته مين اللي يلعب لمنتخب ايه انا بكل في المتخب مصر ايه ايه انا بص انا عز اتكلم ده اسملك بقى ايه 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 انا بكرايض وفي منتخب مصر اقرم احنا دلوقتي احنا على الهواهو ايه انا كنا دلوقتي ايه ايه الاحب اكريت منتخب مو 적이 اكرم موجود محمد هيني واكرم وده في احسن حالات وده في احسن حالات مين اللي ت nogبو اني مديل فني دواتي مين اللي اللي تلعبو اني تمدير فنه youtube when you look in it طيب خلاص هو دا ما هو دا المتاح دواتي ما هو دا المتاح بس محمد تحديدا لأ بقاله فترة كريم عشان ددة اهو بقول المتاح انا جبت لك اتنين دلوقتي معو حلاص ما انا غضولك اهو انا انا رضيت خلاص يبقى متقولش بقى المتاح فيه غيرهم في غير هشام صلاح على الساحة دلوقتي وفيه غير محمد هلي فيش حد تمام بس بك ريت في الثمنتاشر فنان يعني بعد كل ده متقولش بقى ان هو ما يروحش برضه متخمص لا يستاهل ان هو يروح الفترة اللي فاتت يستاهل انا بقى انتبقى على دي ان محمد هني الفترة اللي فاتت متعور بلاك اصنا يا ممكن الفترات اللي قبل الفترة فاتت احب نتكلم مسلا من بداية الموسم من ساعة مطساب اكرم توفيق محمد هالي عامل شغل عظيم مع الهد. لا 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 لا. انا شايف كويس جدا وبيركز هو وقع بس في مطش بس. بس. بص ده حالة وده كل الفركة. هو ده المطش الوحيد اللي بنسبالي. طب انا بقصي عليها هو عشان انا بقولك ما بقاش قصي على حد. كل الفركة بتوعش. طب انا بقى استغربتكم من حاجة خلص. يعني كنت بس نيجو تقولي لي فين حسين الشحاد. ودي برضو نقطة واعت مننا فعلا عندك حق. لان برضو حسين الشحاد الفترة فاتت من امياز اللعيبة في النادي الهالي. بيقدي اداء كويس. وعنده خبرات دولية عشان لو قلنا بقى له فترة. لا بيروح منتخب. وفعلا. بس في نقطة بقى. ايه. انا لم تهالك. سبتك الاول تتفق معايا وبعد كده انا لم تهالك. ان هو يعني عشان ضعيف يعني الجسمانين والله اصاباته. لا. هو مكانه صعب. مكانه في صلاح وزيزو. وزيزو ووحمد عمقادر. مكانه صعب. يا ما هذه نقطة. ما هذه نقطة بقى. انه احيانا نقول ايه. زي ما بقىش في المنتخب. اه يا جماعة انا بقى دلوقتي مداري المنتخب وبختاري القايمة. بقى عندي اتنين صلاح وزيزو. ومستوى فاتح كمان متعول لك جدا معبرها من زمن السجدة. اقول لك على حاجة برضو انا عندي برضو يعني. كان لازم عبدالله السعيد بيوجود. ايه? كان لازم. اه طبعا. كان لازم. اه طبعا. كان لازم ايه. عبدالله السعيد مستو. عبدالله السعيد بيستو. انه هو بينزل لكل لعيب. بيوصل لكل لعيب. طبعا. انت عندك. يبقى معنا كده عمرك مع توصل التغير المنتخب. مين اميز من عبدالله في المكان. مفيش. بس. بس هو ممكن يكونش يلاب بعشر. الله اعلم. انا مش عارف. يبقى معنا كده انت مش عايز تطور. انت على اقل عندك تلات اربعة لعيبة. هما دولة الخبرات. في عجازي. في علي جبر. في طريق حامد. اه. في الشناوي. في محمد صلاح. هما دولة الخبرة. لازم تطعم. لازم تغير. لازم يبقى في دم جديد. دم جديد لمنتخب مصر. لازم تقدم لعبة جديدة. بس هو كمان هو بيعمل جيل الفين ستة وعشرين. انا بيتكلم في الفترة دي. في الفترة دي. انت فعلا ممكن تكون محتاج. محتاج خبرة زادة. محتاج حد بكوته في نص الملعة. محتاج رابط بين الخطوط. انت ما عندكش اللعب. انت عارف هو. ما عندكش لعب في مصر. لما تكلمت معناها شغالة مع راجل روي فيتوريا. الراجل بجانب ان هو راجل فنان محترم جدا. بخبراته الكبيرة. هو بشكل علمي كبير جدا. يعني ايه? بالورقة والقلم. بالزلط. انا عندي كام لعب معدل اعماره فوق التلاتين. كام لعب. دي حاجة كويزة. دي حاجة كويزة. ممكن مسلا ايه? يجي عبدالله السعيد قدامه. يكون مسلا التلاتينات عنده زاده. زاد. فلا خلاص معلش عبدالله انا مش هادر مش هادر اخذ. انا بكلم فيه انت المطشين اللي جايين مش مش مطشين وفاية او او انت مش بتلعب في بطولة مجمعة. انا بكلم اكلم ممكن تكون محتاجه. انه فعلا ما فيش ازاي ما بتتكلم. لو انت بتتكلم هتلعب بستين وعشر ما فيش ما عندكش عشرة مميزة عبدالله. في النقطة كمان تفتكروها. تمام? عبدالله سعيد لما لقى نفسه مش هيبقى موجود اساسي معه. انت خمص هو راجل. فمعنى ان انت ترجعه. فمعنى ان انت ترجعه. هو عايز يبقى ضامن مكانة اسية. وانت مش هيبقى ليك مكانة اسية. عبدالله سعيد انا تعاملت مع بيراميز في بيراميز يعني. لا لعيب زكي وعرف هو عايز يعمل ايه? وعايز ايه مكورة? وعايز بيخطط لايه بعد كده? لا لا لعيب زكي. فهو فعلا زي ما انت قلت. اول ما لقى نفسه. انه مش هيلقى ليه مكانة مش هيلعب اساسي. وده الصح. فاعتذر ده. وده الصح. طيب. ده بالنسبة ليه منتخب مصر الاول. انت بتفعيل اول بروي فيتوريا بشكل عام. انا بقول ان هو راجل اه كويس بيعامل حاجات كتيرة كويسة. ومحظوظ. على فكرة انا خالي بالك فيه كلمة كلمة محظوظ دي. مش عايب يعني. اه بالزبط. انا بتتمنى ان انا مدير فني. اكون محظوظ. فهو لا يعني فيه شغل بيبان في حاجات كتيرة بيعملها كويس. انا ما قلت ليش محظوظ فيه. لا ان في اوقات كتيرة قوي تلاقي مثلا يعني اه في ماتش بلجيكا. مسلا كن فيه جونه يخش فيك. لا اه كرة تتصدد في العبرة. ميش ميش. فهي دي الحاجات. اقول لك الحاجة. ده اوارد احسن. اهو ده التوفيق بتعمل الفن. هاقول لك الحاجة يكون لازموا في الفترة دي. وممكن فجأة ايه بس اوارد كويس. صح. اولا بصم مماتش بلجيكا هو بنت ايه. يعني ريحته. الريحة بانت. في حاجة كويس. ادى امارة. ادى امارة. ادى امارة. اه. في حاجة بتتقال. صح. يشغل كويس. يعني هو ادى امارة بسمه متخب بلجيكا كان ضايع. اه. يا حتى لو ما اكاسل على هلما كان ضايع. معلش يعني. التولي متخب بلجيكا كان ضايع. احنا بلاقوا عاتوكونا مخصورين من الاسف يعني من المنتخب الاسيوبي. بس برضو. اللي نكونا يعني. هلأ هلأ منتخب بلجيكا لو عضن فوف برضو ده لعيدة. الحد الان بتلعب. دي بروين ده لحد الان هو نجم الستي. معايك بس هو كان المنتخب برضو يعني. معلش. وليه ما تقولش ان احنا كنا افضل وكنا احسن. او شغل الراجل واضح. او يعني. اكيد احنا كنا افضل وحسن. اكيد كنا افضل وحسن. اكيد كنا افضل. ما لاش ما خلينا ايجابين شوية. خلينا ايجابين في اي حاجة ها. طيب ما عطيش انت روي الفيتوريا بالنسبة لك متفايل بيه. اه متفايل ان شاء الله. ان شاء الله. ده راجل كويس. وازي ما اقولك يعني الملامح بانت. فماتش بلجيكا. هتمنى انها فعلا يعني النتاج المسمرة دي. تبانع المدى الطويل. طيب. لين ده المطلوب اثباته. المنتخب الاولمبيا. مالو. مباراتين قدام بزامبيا. لازم لازم نسعد. لازم نسعد. لازم نسعد. متفايل بالجيل ده متفايل بميكالي. حاس انه جيل كويس. والله هو معه لعابة كويس. مع لعابة كويس. اه. مين عجبك في المنتخب الامي. او شاء في الاسماء. نعم في كتير. انت بتكلم هاقولك على حاجة. حمد اشرف ده. نادي الاهلي. بيانا. موجود. حمد طارق وحاتم محمد. كل اللاعبات اللاعبة كويس. عمر فايد ده يبقى من افضل المساكن. حتى رو عمل 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 بطولة مش حلوة مع الشباب. اسلام اسلام فيصل. عمر فايد عمل بطولة مش حلوة مع منتخب الشباب. اي ان كان بص وضع طبيعي. احنا مش هنقيس على لعب الواحدة. المنتخب كله كيتحالته مش كويس. منتخب كله. انه مع عمر كخامة خامة كويس. صح. ومساك كويس. وعمل شغل عظيم مع المالي. بس برضو نقول ده اقل جيل للمنتخب الاولمبي. طبعا طبيعي. الاجيال بتاعتك يعني محمد عبدالله في المنتخب الاولمبي بتاعه. حسن. المواهب عندنا في مصر. كذا. رمضان الصبحين المنتخب الاولمبي بتاعه كان فيه عناصر اجمل. المنتخب بتاع كهرباء. ده اقل جيل. يعني خلانا نتكلم. ان دولة اقل جيل. شح. اقل جيل لمنتخب الاولمبي. دي من وجهة نظر. الاجيال المحترمة في منتخبات مصر على مطاقة جيل ستة وتمانية. المحترمة تقصد بها يعني اللي فيها مواهب. اللي فيها مواهب دعا مش. فان. اللي فيها يعني اللي فيها فيها يعني كل مكان تلاقي اتنين تلاتة كويسين. انما في الوقت الحالي على ما تلاقي كل مركز فيه نعيب كويس. يعني اطلع عينة اطلع روحها. بيكلمني من كام يوم بيقول لي بس كان فيه جيل للمنتخب المنبي قبل كده. فيه محمد ابراهيو محمد صلاح. اللي هو اللي هو انت عارف ان واحد من دول هيخلص في اي لحظة. قال لك على حاجة جيل. لا لا كان حجازة. شناوي. احمد شناوي. لا كان جيل قوي جدا. وبرضو يعني ما حققش حاجة كويسة. اه. انما الاجال اللي قبلها كان جيل انا. جيل احمد فاتح وخسني وعماد ميتعب. لا الاجال دي كانت في كل فرقة. هتلاقي تلاتة اربعة على الاسمالي فيه تلاتة اربعة على الاهلي فيه خمسة ستة. لا كان فيه فيه وفرة في اللعيبة. صح بالمناسبة. بالمناسبة على سيرة محمد صلاح محمد صلاح لسه وصل لمصر منذ لحظات. للانضمام قادة ان شاء الله لي مع اسكر منتخب مصر الاول. منتخب الاولمبي. لا انا بقول ان هو دولة اقل جيل. بس ان شاء الله بازن الله يقدر داك. فيه لعبة كتير. فيه عناصر كويسة. ان شاء الله يعملوا مباراتين كويسين. ويعد المرحلة دي. ميتعلي مدرب محترم. اه مدرب كويس. سي بي محترم. حاجة محترم. فيه نواقف مع البرازيل والمبيات يعني. بالضبط. حاجة كبيرة يعني. حاجة مش. وهو تخصص على فكرة المراحل دي. اه. يعني هو برضو يعني مع البرازيل اشتغل بشكل كويس. وحقق معهم بطولة. مم. فعنا ما اعتقد ان شاء الله يبقى يعني. وانا شاء برضو الله فيه لعبة كويسة يعني يعني. تقدر تساعده. وهو يقدر يحط الطوتش بتاعه بعزها ما احنا مدهول. مم. مم. اتمنى له طبعا التوفيق ومماتشين صعب. بس ان شاء الله نقدر نعدل. حلو. ان شاء الله. نروح للأهلي. بصلة هتعمل كده من الأهلي وفجأة تعادلت. اتعادلت دي العادلة دي شايفها هتكمل ولا شايف ان البصلة ممكن تتاويك تاني. بصة. هبتكلم طبعا على الموقف اللي حصل مع الهلال. بص اولا كان حاجة. نخلينا نبدأ ايه في المجموعة. نادي الأهلي كان عمال يدي هدايا للهلال بزي. صح. يعني ادى له اول هدية لما خسر هناك في الهلال. صح. وبعد كده ادى له الهدية التانية لما تعادل هنا اتنين اتنين مع صندوين. فالهلال بدأ هو اللي هيدانا الهدية. وخلى الكرة دلوقتي بقت في ملعب النادي الأهلي. النادي الأهلي هل هو هيكسب ان شاء الله بإذن الله بنا تمنى ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمه. ويكسب المباراة وناخد الهدية اللي هو الدهنة اللي هو لما ضيعوا ضربة الجزاء لان كان خسرنا وعد سفر. وضيعوا ضربة الجزاء في آخر. تفرج على المباراة وانا كنت تفرج عليها. انا تفرجت عليها. تفرجت عليها؟ احكيلي. لا انا ما قدرت الصراحة لان كنت تحس ان هما يضع. انا كنش مسدى والله. اقول لك على حاجة. صندونز. اعرف هما بلعبوا الجيم بأريحية. مش بيعين المطش. بس بيتمتعوا. بيتمتعوا. اللي هو عادي. اكثر واكثر. ووصلوا. كانوا خطر برضو. ممكن اقول الهلال وصل. بس هما في نسبة الاستحواذ هما اعلى. الخطورات مع الجون هما اعلى. صح صح. وحتى الجون الاولاني يعني ممكن يكون خطأ من الجون. بس فرقة راحة ايه مش عايزة تخسر. صح. اتردت بالخطأ زي ما بلنا ان خط الظهري بيجون عندهم مبالغة شوية في التحضير. انا اول ما شفت الكرة دي قلت شكرا. لا لا لا. هي البنالتي بس اللي كان يخوف. البنالتي انه جاي بالتوقيت زي ده. دي اتنين وتسعين. وانه اضيع. تعرف النادي الاهلي خلاص هيلعب نهائي. اللحظة دي كانت بالنسبة لك عاملت زي. خراصة لك الفريتين برا. لا انت اللحظة نفسها اوما الحاجة محسب ضرب الجزائق. انا كنت شاكك بصراحة. لحد ما الكرة اتعادت تاني. ليتها فعلا بنالتي. انا قلت ايه يعني. سايا بالمناسبة فيها شك انها اوفصاية اصل. يقول اللعب نفسه كان شكل اوفصاية. بس العرقلة طبعا فيها عرقلة. اللي خلاني انا شكك في بداية الجيم اساسا حتى بعد جوني التعادل. اللعبة ماس كبكورة من رجل رجل اللي بيلعبوا باريحية اول. ايوة. يعني مش قلقانين. وهجمات. صلو خلي بالك عبدالله ساندون هنا برضو قدام النادي الاهلي عمل نفس الاداة ده. ايوة. بس كان في حمية. بس كان في حمية. اتضروهم. ايوة. اتنحرروا شوية. اتنحرروا شوية. اتنحرروا. حس ان مفيش عادي. انا نازل تدريبة. نازل تمرينة. بيمتع نفسهم. انا دايما بقول ان هما فرق الساندون كده او فرق الجنوب دايما كده. انا قلت يعني قلت يعني في التوقيت زي ده. انا قلت هما متفقين. انت عارف اول حاكم عمل كارسة غير دي خالص. لو انت كنت بتبع المباراة. انا كارسة. في لعب من الهلال دخل تاكلينج عليها بساندونس كان ياخد طرد مباشر. احمر مباشر. وقصة كانوا اخد انزار. انت بنديره انزار تاني. بلده ولا ده. اه ما ادلوش حتى انزار. حكم كالليبي هو مش. اه ما انا مصدقتش بقى. انا هنا في اللحظة دي الجننت. وانا البنالت انا كنت شاكك فيه. اه. لحد ما تطورت عادب فعلا بشكل كويس. اه حاصلت انك فيها. اه. بس برضو اللي الواحد الان منه كريم. ان انت التصريحات بتاعت المدير الفني بتاع الهلال برضو. اه. بتعرف اللي هو ايه. لا ثقة في النفس قوي. لا اما انت خايف من النادي الاهلي دي هاتي خلاص. بس انا بتمنى بجد ان النادي الاهلي يفتح. يعني انا. ها يدوم اتنين تلات. نا برضو عبدو. انا بقولك هو ابتك. عمري النادي الاهلي ما يفوتوا الفرصة دي. اقول لك الحاجة. ان شاء الله مش هاي. انا بقولك هو. من اسبوعين انا قلتلك بنسبة كبيرة الفريتين برا. ده رهان جديد. اه. انا بقولك الاهلي في النهائي. اصلا. اه. ده رهان تاني ده. لا لو انت فاكرة انا قلتلك لو الاهلي عدة هيلعب نهائي. حاجة كده الرهان الاولاني خدنا عزوما في رمضان. اه. هو هو داخل الاهلي. انا قلتلك انا في رمضان. اه خلاص دي خدنا. انت الاهلي اتنين تلاتة. اتنين تلاتة اخب بالك. اه. الهلال النسخة دي غير النسخ المزب. مصنفين. اه. كريم بيطل لك يا عجل. انا اول دي اتن كده. لو الكور المشتركة ما بين الهلال. اي لعب ما بين الاهلي والهلال. والهلال كسب. لان المطش الاولاني هو اللي كسب الهلال ايه. الكور المشتركة. الكورة التانية. برضو هنتكلم الاهلي الاهلي في الوقت ده هو مش فحالته. نادي الاهلي ما كانوش فايقين. انا بكلمي على اليوم ده انا مليش دعوا في كاس العالم واللي حصل. انا بكلمك في اليوم ده. حسن. يعني ايه يوم. هو الهاب الكورة. هو حالة. الجهاز الفني. المدير الفني. حالة. مش معك فيديل عبدالله حالة ايه. يعني ايه حالة. اليوم نفس. اليوم مش بتاعي. مبارات سان داود. لا انا بكلمي على المطش الهلال. المطش اليوم ده مش بتاعنا. انا مش فايق. خلاص. ما تعمل. ايه ادمة عنده خلاص. اسألك سؤال. اسألك سؤال انت. اسألك. مطش زي ده. وهو حاسم. وانتو تعرضتو للموقف ده كتير في بتاعات افراقية وانت بتلعب. ومالونجو زي. مالونجو زي. قولكم مطش زي ده ايه. او يتعامل مع المطش ده ازاي. لا. هو بيقسم المطش. يعني من ضمن الحاجات اللي هو من الميزة بتاعته. بيقسم المطش. طبعا. يعني بيقسم. انا ممكن اضغط في الاول. وبعد كده لو جبت جول ارجع شوية. اه. لا. هيبقى حسب. ما هو ده اللي كان فيك كم سيناريو بقى اللي يبدأ اشتغل فيه المدير الفني. لذات. زي مطش سانداونز الاواء. التاني بالاخاص. انا قلت لك الراجل من بداية الجيمة وباية. فتح صدره. اقول لك انا الان من ايه. مارس الكورة من المدربين. احنا كلنا عارفين خلاص. راجل ضغط عالي. ومصد دوت هو عايز يكسر زي مطول كده اتنين تلاتة ويخش يخلص. الهلال في الهجمات المتحدة ده خطير. عنده صرعات. خطير. فده بس اللقم. لا لا ان شاء الله. بس هما ما عندهمش زي فريس سانداون اللعبة اللي تقدر تطلع منتها. لا مش هيحصل. ما عندهمش الحارس اللي هو بدر يبني الهجمة. لا يعني فيه فريس. لا ده مختلف خالص. وانت. انا اهم حاجة لعبة نادي القالي. الضغط لما عمله الضغط العالي. الجاري يلعبت نص الملعب. ان انت ازاي تغطي. ازاي اللي اربعة اللي وراء. الترحيل بتاعهم يبقى كويس. في التوحية المناسب. الخطوط تبقى قريبة. والخطوط بتاعتهم. التلاتة تبقى قريبة من بعض. ما تبقاش الخطوط بعيدة عن بعض. لان الفترة فاتت عبد المنعم. بياخد اللعبة ويرجع لوراء عشان السرعات. بيقلم النقطة دي. ودي بتبقى كارثة كبيرة جدا. عشانك حاجة قبل ما نروح للفاصل واسيب القالي. ونرجع للزمالك. رأيك ايف اللي بيقدمه كهرباء مع النادي القالي. ده حاجة ممتعة طبعا. لا 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 يعني كهرباء في الفترة الاخيرة فقالا اشتعلها نفسه بشكل كويس. والكرة عايزها دلوقتي. كرة مطاعة معاه. فاتمنى ان هو يمشي ويكمل على الفترة دي. توقعت المستوى ده لكهرباء بعد العودة من ايكاف طويل؟ كنت متوقع يعني حتى انا قلت مع كابت المجد عبغاني. قلت ان هو هيرجع لان اي لعب بيبقى بيرجع من اصابة او بيرجع من فترة طويلة. بيبقى جعان كورة. بيبقى جعان كورة عايز يلعب بيقدى اداء كويس. بس بيعمل مطشين تلاتة وبعد كده الكيرف بتاعه ينزل. لان المخزون البدني بتاعه بيقل. لان انت ما بيبقاش في استمرارية للمطشاط الودية. استمرارية للمطشاط الرسمية. فكنت توقعت له وبعد كده عيلي تاني. يعني الميزة بقى ان هو عيلي تاني. انا مش فاكر من فيك اللي كان مختلف عليه. بس هاسألكوا السؤال لانتو الاتنين حد محد يقول لي مين كان مختلف. ايه لو يكون في المستوى اللي بيقدنوا بيرجع في الفترة الاخيرة. عبدالله. عبدالله. ومازلت مختلف. ليه موالله. انت عارف عاجبني. ده الراجل بيطبع نار دلوية. دي قناعات. الوانتو مع بعض انا وانت النار. ايوة صحي. انا عادي انت. لا. والله ما كنت فاكر من اللي كان بيرجع. اه. 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 انا قلت ايه بيرسي تاو. حتى لما انت قلت اللعب المحترفة. اه. ما جابش سير بيرسي تاو. انا قلت ايه على بيرسي تاو. قلت لعب كويس. ما بيعرفش يجيب جول. واصاباته كثيرة. بس لعب كويس. قلت سبرينتر. دي اللي داياتي. سريع. لا هو مش سريع. لا 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 لا. بس المستوى اللي بيقدمه بيرسي تاو. لا لا لا. ماشي كويس. انا هسألك سواء. اه. انا هتخاني معا. بيرسي تاو. لا وفي مباراة سان داونس كان هو الوحيد اللي بيلعب. ده وضع طبيعي. لا 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 لا. هو كان ممكن يرجع. يعني هو برضو انت. او انت عاديك انت في الميديا ومعنا. اه. اكيد انت عارف ان كان فيه كلام على السنة دي ان هو يرجع على سان داونس. اه. فوضع طبيعي وبلده وفرقته القديمة. لازم نطلع احسن ما عنده. اه. انما ما تقس. لا. ده اسرار لعيب. لا يا محمد بعليش. ده اسرار لعيب. قالك انا مش امشي. اه. على ماتشين. ما تكلميش على القطني الكاميروني. لا 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 لا. هنيجي بتكلم على القطني الكاميروني. لا مش معاك. انا مش هتكلم في ماتش زي ده. ان هو ماتش ساعة. امم. يعني فرقة فري سماء والأرض. ده برسي تاو. لا قبل ما نطلع بس. قبل ما نطلع بس. برسي تاو. الراجل اصر قالك انا لازم اقعد في مواصل لازم بزبط نفسي. انا. المدير الفني عرف ان هو اصاباته كتيرة قعد فترة يجهزه. وبعد كده عمل احنا مستوى ده. احنا معاواد ربنا يديك. اطلع فاصل بك. اطلع فاصل خلص اللي في نفسي. لسم كمانين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل خليكم معاني. اعلم بحضراتكم مرة اخرى. لسم شرفني منوار نكابات الكبار. كابتن حسن مصطفى. كابتن محمد عبد الله. طيب كابتن حسن فيما يخص نادي الزمالك الزمالك. خلاص اعلم فريرة راحل عن تدريب نادي الزمالك. والمناقشات ما بين مدرب مصري ومدرب اجنبي. اللي اتلعت لنا اخر حاجة. اللي اتلعت لنا اخر حاجة انو مدرب مصري. اخر حاجة دي ممكن تتغير بكرة ما عرفش. بس اخر حاجة مدرب مصري. انت بقى مع مدرب مصري كامل معنادي الزمالك. ولا مدرب اجنبي. لا انا مع مدرب اجنبي صراحة. لان الفترة الجاية عايزة مدير فني شخصة قوية. يقدر يسيطر على روت اللبس. يقدر يقنع اللعيبة. لان اللعيبة دلوقتي. المدرب المصري دلوقتي مش. والمدرب كان فريرة مش قناحه. يعني مش مقتنعين بي. دي الفترة دي. انا بتكلم على الفترة دي. انا بتكلمش على فريرة المدير الفني العظيم. كل حاجة مهما اقول عنه. مش حسن مصطفى اللي هيتكلم على فريرة. لا دا نتزع لما تقول ان فريرة مدرب عظيم. لا هو مدرب كبير. يعني خلانا نتكلم بارقامه. بانجازاته. ببطولاته. راجل عمل تاريخي يعني يعتبر عمل بصمة كويسة النادي الزمالي. بس هو فقط اهم حاجة شخصيته. السيطرة على الفرقة. السيطرة على الفرقة. ان انت تمشي وترجع تاني. دي كارسة كبيرة. انا جيت في المرة وقلت هنا في البياناتج هو بيأكل عيش. مش معقولة ان انا. انا يا حسن. مثلا في التدريب وبقالي سنة. ان واحد يمشيني ويرجعني. انا مش هرضى همسك الفرقة تاني. ولو هي دي اخر يعني عرف اللي هو ايه. مش همسك فرقة تاني. لا خلاص ان مشكلة اقعد في البيت. فدي. هي دي النقطة اللي عرف يعني. وقعت الفرقة جامل. حتى مجلس الدرق من اول الموسم الرغي كتير. والكلام. ويعني انا حتى وانا قاعد جوا بتكلم. ازاي فريق الزمالك ينهار بعد ماتش اسوان. ايه اللي انهيار ده. يعني هو اللي عيبك. اللي الدرجات دي ما كنوش بيحبوا بعض. ما انتو السنة اللي فاتت بتحبوا بعض. وتعملوا ان انتو بتلعبوا بوكس. وتعملوا حالة كتيرة جميلة. ايه اللي حصل لنادي الزمالك. هل بسبب الفلوس تجديد عقد زيزو. اللعبة كلها غرت منه. حاجات كتيرة اوي. اسئلة كتيرة اوي اللي واحد ممكن يسألها. كابتن عبدالله انت مع فكرة مدارب اجنابي او او مدارب مصر للزمالك بعد فريدة. في الوقت الحالي مصري. 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 يقدر يكلم يقنع. يلمي قبط لبس. ان انت مش محتاج اجنابي دلوقتي. اجنابي هيجي يعمل ايه. اكتر من اللي اتعمل. وهارجع اقول لك على فكرة يعني. بايدان اي حاجة. نادي الزمالك بيدفع روجتة. اه عدم تجديد طارق. مشان بين شرقيه. مشان امام. مع العلم لو انت شفت المقارنات بالعوض اللي بتطلع. اه. كنت ممكن تبقى متساهل مع الناس دي في حاجات بسيطة. وعط القامل. لان انت ما كنتش محتاج. انت ناس زمانك عمل احيال وتجديد. فرقة بقى لها سنتين بتاخد دوري. فرقة خادتكم فدرالية. فقال لعبة نهاية افريقيا. انت مش ما كنتش محتاج تماشي الكم ده كله. وقعد وجدد. انما هي فيه زي ما بقولك. اه. في حاجات غلط. في حاجات غلط. طول منظومة بشكل كبير. حتى العبة اللي جات. لحاجات الغلط دي كلها تحملها في الليلة في النهاية. طبعا. هو المتحمل اهو. هو اللي شال الليلة. حد يقدر يقول على فريرة انهم مدرب مش كويس. لا طبعا. ابقى مختلف معاه تماما. انما فعلا الرجل يب في الفترة اخيرة. ممكن يكون مختلف معاه في رجوعه. لتاني مرة. ماينفعش مدرب بحجم فريرة. يتقال له شكرا. ويرجع تاني. ودي كانت اكبر كارثة. حصلت في مطر اخيرا. للناس زمالك. قموما. ماينفعش ان انا. انت كسرته. الهيبة. اللي كانت موجودة في شخصيته بس بالنظرة. نظرة عين اللي عيبته. خلاص. راحت. ما بقاش اللعيبة بقتش تخاف. ما بقتش تهيبه. دلوقتي زي ما بقولك. بقى اتنين مدرين فانيين. كابتن وساما قاعد. يا فهيرا قاعد. ما حدش عارف هياخد تعليماتهم من مية. فدي كارثة. غير كده وكده طبعا النقطة الاهم والاخطر. هقاعد زيسه. دي عمل فعلا بلبلة جوه قدت اللبس. واخطر حاجة. فرطة الكرة قدت اللبس. لو قدت اللبس دي ما تحكمتش بشكل كويس. زي ما اقولك. علي العوض. كل حاجة. علي العوض. مختلف بس في موضوع بين شرقي وطارق حامد. كل اللعيبة دي عبدالله هما ما كانوش عايزين يجدده في نادي زمالك. لان هما جالهم عروض اعلى من اللادي زمالك اللادي. اللعيبة دي يا حسن بص اقولك على حاجة. يعني لما يجي الواحد بين شرقي اثنين مليون دولار. مين هيدفع اثنين مليون دولار. حسن بص انا بكلمك عن كلام ما ينفعش. مش هينفع ان انا اقولي الكلام ده على الهوب ما انا صح. لا اللعيبة دي تحطي لها ارقام. وفيه حاجات ما كانتش يعني مش هتناسب اللعيبة. انا بقولك لا اللعيبة قعدت. واللعيبة كانت مقتنع. بس فيه حاجات مش 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 هنقولها دلوقتي. انا بقولك لا اللعيبة قعدت. انا مش مقتنع يا صراعا لان اما في الاخر. لا انا بقولك انا. زي امام راح بعد الماتش. بس اقولك حاجة تخلص الحكاية دي. اقول. انا قعد بن شرقي وما جيبش ابريمان اضايق سامسون اكينو. بالضبط. يعني لو دي اتنين دول. تمنهم. اللي هياخده. اقولك مسلا يعني. اقول لك. اقول لك. اقول لك. ابريمان ابي بياخد كارب. سامسون بياخد كارب. اقول حاجة بس. ده بياخد مليون ومتين. وده بياخد نفس الرقم. اقول حاجة بس. يبقى معنى كده ان انت عليت السقف خالص. انت عليت اللعيب بياخد اتنين مليون دولار في الموصف. يعني هياخد لو مضى تلسين ستة مليون دولار. دي عندك حق فيها. انت كده بتعلي السقف. ان انت كمان هتبوز. انت بتبوز قط اللبس. انت بتبوز قط اللبس. دي عندك حق. بس انا بضحي. مع خمسة. يقدروا يشلولي كيان فرقة. يزقولي سنتين تلات اربعة. بتبوز. هي كده. احنا اقول لك الحاجة. انت بترجع في كلمتك عبارة. لا انا مبلجعش. انت قلت تجديد زعاق ديزيزه بوز قط اللبس. يا ابني ماشي ده. انت تجديد في الجانسات. مع مين. مع مين. مع مين. مين اللي يزعل. اللي يزعل يزعل. اللي يزعل يكل من تحت الرجلي انا اسف. ده نادس زمالك. انا اسيبك تتكلم. انت بتتكلم على لعبة صغيرة هتبص لزيزو اللي بقى له تلات سنين. مكسر الدنيا. لا يا حسن. خلينا نتكلم. زيزو تعب ولا ما تعبش. هو زيزو اول ما جي نادس زمالك. كان بياخد كم؟ كان بياخد الرقم ده. كان بياخد اقل. كان بياخد اقل. يبقى انا تعبت واشتغلت على نفسي بشكل كويس. لحد ما وصلت اللي انا عايزه. فضل. اللي انا عايز اقول لك بقى. اللعبة اللي انت قلت عليها بين شارقي. وفرجاني سياسي. وطريق حامد. جابوا بطولة لنادي الزمالك بطولة افريقية. جابوا كنفودرالي. ايه كنفودرالي ده. انت افضر ولا ايه. يا مش بطولة يا. محمة عبدالله. اللعيب بس اقول لك الحق. مش بطولة. خليها بس نتكلم. الفرقة دية اللي انت بتكلم. انا كنت بعض اقول فريد الزمالك من احسن فرقة كانت موجودة في الدورة في الفترة دية. مع المدارب. لعب نهاية افريقيا مع نادئ الاهلي. وكان قابة قوساني. وقدم ياخد البطولة. يا حبيب قلبي. انت بتقول لي خده الطولة افريقيا. لازم تخد لي خمسة دوري. ستة دوري. اللعيبة دي خدت سنتين عالتوالي دوري. بتاخد فلوس كتيرة. ارقام كبيرة. وما بتعمليش حاجة. اللعيبة دي خدت سنتين عالتوالي دوري. خبكم فدرالية. نعب نهائي دوري ابطال افريقيا. كانوا له اقرب. في وقت ما كان ممكن يكسب. اتفقنا واختلفنا. كابتر حسن شرفت ونوارت الداني. شرفت يا كبتر حد يعني. كابتر عبد الله شرفت. حبيب يا كريم. كنت طيب. ونت طيب حبيب ومخير. هنلسى مكملين مع حضراتكم. بعد الفاصل استاذ احمد جلال والاستاذ احمد الهوالي معهم كثير من الكواليس. خليكم. يا اهلا بحضراتكم. الفقرة دي عظيمة عظيمة كالعادة. عشان فيها اتنين اسات زكبار حلوين شطرين جمدين جدا معهم دايما كل الكواليس الصحيحة غالبا مية في المية. استاذ احمد جلال والاستاذ احمد الهوالي. استاذ احمد مشرف ومنور. بنا نخليك يا استاذ كريم. ودائما راح بيبقى سعيد بالتوجد معك ومع العظيم احمد الهوالي. هوالي يا جميل. حبيب يا كيمو انت عرف دايما بابسوط وانا معاك. وفي حضرة الاستاذ احمد جلال يعني يا استاذنا طبعا. استاذ جلال بما انك انت استاذنا جميعا. لازم تقولي اول حاجة تعليقك على الشياكة اللي بقى فيها مبالغات من هوالي. انت عارف الهوالي دلوقتي بقى راجل يعني فيمص من زمان يعني. فبدأ يطور نفسه ويخش على مراحل متقدمة. فهو دلوقتي اللي بيحط خطوط الموضة في العساء. ادي اول خبر سيحمل استاذ احمد جلال وزي ما قلت لكم. اعبر موصوقة ماتة تبعي. بنحاول نجتهد ونوكب عن الشاكة. حبيب يا اوه حبيب. طيب استاذ جلال كالعادة احنا معانا مش حركة تبقوا فاهمين احنا بنعمل ايه. كروت او عنوين من استاذ احمد جلال. عنوين من استاذ احمد الهواري انا ما علي غير اللي انا اقول لحضراتكم العنوان وهم بيكملوا. فأول عنوان وأنا ببص على الورق كده وأنا لسه مستنمي الورق ده لقيت عنوان في منتهى الخطورة من عنده سيد أحمد جلال كلر يلوح بالرحيل لهذا السبب إيه السبب؟ ما الدنيا مشى زي الفل كلر يعني كان مصدوم من فكرة الصفقات اللي طلبها ما جاتش وتحديدا مركز رأس الحربة ومعرفش يجيب باكليفت وفكرة حراس المرمة كان فيها جدل كبير قوي وزي ما أنت عارف ما فيش رأس مرمة جارب فلازل تجيب حراس مرمة مصري طب تفتش مين شمال ما فيش فبلد قصة شوية أصلب وقبل طب قبل أصل ما بلعبش ببنك الأهلي يجي زي الأهلي فكرة أن انت تكرر قصة زمان يعني كابتن سابة البطر رحمة الله عليه وكابتن إكرامي صعبة تكرر قصة نادر السيدة والسلام الحضري برضو صعبة ما بقيتش موجودة طيب حتجيب مين؟ مع هون مستوى تتحليها حتقارنها حتقارنها بالموجودين عيل لطفي ومصطفى الشبير الراجل قال لهم طب أنا عايز آه ممكن تجيب حراس مرمة طب مين؟ ما فيش كل اللي كان معروض عليه حتى على فكرة محمد صبحي يعني فكرة أن محمد صبحي كان ييجي برضو تقال أن الإنسان اللي فاتت رغم الأهلي كان في مستوى أو موسم يعني صعب جدا لكن المستوى اللي ظهر بيه عيل لطفي ثم مصطفى الشبير كان أكثر من رائع فبالتالي أقلقت فكرة أن أنت تتعقد مع حراس مرمة وبالتالي كان الباب مفتوحا على مصرعيه لعودة محمد صبحي لنالي الزمالك مرة أخرى محمد صبحي لو كان الأهل عايزه كان ياخده أبن المجد الزمالك فيه كلام يعني كان مش كلام لكن فيه اتفاق حسن نواية أنه روح لنادي الأهلي رغم كل اللي تقال لكن في النهاية رجل ينالي الزمالك مرة أخرى طيب هو طالب بعد الصفقات وطالب الناس تمشي طالب أي من أشرف يمشي مش مقتنع أو برامة ربيعة عايز أكتر من اسم جديد في الفريق عايز يتسوق برولوسافيوم برضو خلاص ما تشاب برولوسافيوم ما بلعبش طب هو عايز رأس حربة ما جايش لغاية دلوقتي فقال أنا طالب صفقات معينة إذا هذه الصفقات ده في آخر جلسة لم تتوافر حتى نهاية الموسم فأنا مش هكامل في النادي الأهلي ألا بصراحة ألا بصراحة اللي كانت المحمد الخطيب طبعا الأهلي عايز رجل يكمل حتى كل طلبات مجابة أنت شاف أن الأهلي يعني في طريقه للاعتزار عن عدم المشاركة في كاس الرابطة الأهلي اعتزر عن المشاركة في كاس العرب برضو أو بطولة عربية بسبب طلبات وهي طلبات منطقية حتى شي يقدروا لنا مش منطقية خارس حتى طلباته في الصفقات منطقية تمام وإن كنت اختلف أنا في قصة كاس الرابطة لأن الأهلي كان ممكن يخد البطولة عنده حوالي 17-18 لعيب مش دوليين كان ممكن يعني يشتغلوا ويلعبوا وياخدوا فرص ويعني يتحطوا على التراب بس النقطة دي بس قبل ما روح لهوالي النقطة دي كنت أتكلم فيها في الإنترونار حتى 17-18 لعب اللي موجودين في معظمهم ممكن يستخدمهم في مباريات قضاءة ممكن يستخدمهم في مباراة الهلال نفسها فهو الراجل لما سألت في الأهلي هو الآن حتى على اللعيبة اللي مش دوليين عشان دول ممكن يستخدمهم في مباراة الهلال فهو قال لهم إلعابوا بفريق الشباب إلعابوا بممترب تاني بس أنا في الإيتي كاملة كل العاصر فيها أنا بحتاجها طيب أنا دلوقتي عندي كسرط أنا لو أنا عايز أن تسحب أو عايز أعتذر يعني خلينا نقول له اللفظ اللي مزعلش الناس ليه أعتذر طيب أنا حضرت القرع عليه وأنا عارف إن اللي حتى تربطولة بتقول المشاركة إجباريا بالفريق الأول بدون اللاعبين الدوليين الذين ينضمون إلى منتخرات وعادة الأهلي أكتر نادي بيدعم المشاركة أحنا نتكلم في سبعة الإشكالية الحقيقية إن العادة الأهلي الدوليين سواء المصريين أو الأجانب هيجوا لك يوم 29 والماتش يوم واحد يعني بمنتظ صراحة يتمرون تمرينة واحدة الثاني تاني يوم تعرف فك عضلات أو يعني استشفى يعني إنها هي تمرينة واحدة إنما الفريق الزمني حوالي أربع خمس أيام ما بين ماتش المصري المنتظر وماتش الهلال لكن في النهاية هذه وجهات نظر المدربين لكن كل ما كنت يعني أتوقل لانتظاره إن أنت عايز تاخد قرار تاخده مبادرة على الأقل فرقة من الفرئتين اللي هم خرجوا من دور التاميدي كان يتشارك قدام نادر مصري خصوصا إن ربطة قالت أنا أنا مش هصاعد الموقف مع الأهلي إذا أراد الانسحاب فلينسحل خاصة إن الليحة لا توجد فيها أي بنوض عقابية للفريق الذي يعتزر عن عدم المشاكل المصري عظيم طيب طبيعي إنه يبقى أول عنوان عن دهواري ملف المدير الفني الجديد للزمالك ما بعد يزوله فريرة النهاردة كان فيه اجتماع طبعا كريم لمجلس إدارة نادزة مالك وحضروا المشرف العام على الكرة أو كان يعني متواصل مع مجلس الإدارة بشكل أضاق يعني لاختيار خليفة فريرة خلينا أكد لك إن هو شبه إجماع وحصل اتصال مع الكابتن خالق جلال المدير الفني السابق لنادي البنك الأهلي ناس كلها بتقول لك أو الساعة اللي فات قال لك إنه هو بيعت شوية لا النهاردة في اجتمع مجلس إدارة نادزة مالك كابتن جمال عبد الحميد تواصل مع الكابتن خالق جلال هاتفيا وأكد لي إنه هو خلاص اقترب من تولي المهمة وتولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك ده طبعا كان بتوصية ممكن تقول من شهرين فاته من رئيس نادي الزمالك اللي كلم بنفسه كابتن خالق جلال مرتين مرة قبل ماتش الترجي ومرة قبل ماتش اسموحة وأكد لي إنه هو لازم يجي ويكون هو المدير الفني وطلب منه ده لكن كابتن خالد وقته اعتذر واتحجج للنتائج وأنا هشيل لو جيت أنا اللي هشيل خروج الزمالك الأفريقية لو الفرقة خرجت ففضل إنه هو مرحلة الزمالك ما بعد ودع بطولة أفريقيا يكون هو المسؤول بقى ويبدأ يجهز للبطولات اللي بعد كده النهاردة زي ما قلت لك اتكلم مع كابتن خالد جلال واستقر كمان مجلس الإدارة على إطاحة بكامل الجهاز المعاون يعني كل الجهاز المعاون اللي موجود في الزمالك كلهم ماشيين ده حسين ياسر محمدي لسه مرحقش كلهم ماشيين ده استقرار من مجلس الإدارة وده صلاحات كاملة لكابتن خالد جلال في تشكيل جهازه كابتن خالد علاقته طيبة جدا بكابتن أحمد عبد المقصود ربما يستمر بطلب من الكابتن خالد جلال الاسم الثاني المرشح انه هو ينضم في الجهاز الفني مع كابتن خالد جلال هو كابتن أحمد مجدي اللي عبز مالك السابق خد دورات في ويلز وواحد من المدربين الوعدين جدا وهو كابتن خالد يعني بيعصق فيه جدا فواحد من الأسماء اللي ممكن تنضم مدرب حراسة المرمى لسه لا يوجد استقرار قوي الناس بتقولك يا استمرى كابتن أيمن لا يوجد مشكلة البعض يقولك طالما هنغير يبقى خلاص انسى في حمامك القديم الجهاز بالكامل يمشي ونبدأ نشوف مدرب حراس مرمى يكون موجود في جزئية فريرا وبرضه مرتبطة شوية كريم بكابتن خالد ان فريرا الزمالك مش قادر ياخد قرار دلوقتي لانه هو لسه ما اتفقش معاه على التفاصيل المالية فريرا ليه في الزمالك حوالي 20 مليون جنيه رقم كبير جدا خزنة الزمالك ما يفهيش الرقم ده اه فلوس امام عشور جت بس اتصرفت في اكتر من اتجاه مستحقات لعيبة في كل الالعاب مش قدم بس موظفين طب الزمالك هيحلها ازاي مستحقات فريرا بيحاولوا يضغطوا مع الراجل ان انت تتنزل على الاقل نصها فريرا هيوافق الراجل حتى لان لحد اللحظة اللي نتكلم فيها دي مش هيتنزل عن دولار واحد الزمالك بقى شغال مع ان هو يعني نحاول نقلل على قد ما نقدر مش هندفع 20 مليون جنيه لان لو رجعنا شوية كريم الزمالك اصلا لما رجع فريرا يكمل بعد اقلته كان ده السبب ان هو الزمالك مش عايز يدفع على 20 مليون جنيه اللي هم الشرط الجزائي ومستحاته المتأخرة لكن خلاص انت وصلت دلوقت زي ما بنقول كده الحيطة سد لازم تاخد قرار فالقرار هو الاطحق بفريرا ممكن اسألك سؤال غريب شوية لو الزمالك موصدتش الاتفاق مع فريرا فريرا ممكن يكمل هجاوب عليك ربد يعني حديث مع احد المسؤولين جوانات الزمالك قبل مباراة بالازداد قلت له انتوا هتعملوا ايه لو لا قدر الله الفريرا خرجت قال لي فريرا هيرجع من مصر يعني من الجزارة البرتوغال فهم القرار متخد ومتخد من بدري هم مفيش رغبة الكل مجمع جوه الزمالك ان مرحلة فريرا انتهت النهاردة كنت بتكلم مع اكتر من اللعيب في الفرقة كريم قال لي لو الراجل استمر مش هنعرف نجيب جون تاني يعني المرشاة اللي هنعب والله تقال لي كده مش هنعرف نجيب جون تاني هم شايفين ان الراجل خلاص خلص كل اللي عنده وفي نفس الوقت العلاقة ما بينه وما بين الجاز الفني المساعد مش على افضل حاجة يعني وصلت زي ما بنقول لحد فساد اللعيبة مش عايز المدرب مجلس الاغذرة مش عايز المدرب الجماهير نفسها خلاص اللي كانت بتهتي وباسمه فريرة اصبحت منقصمة على المدير الفني فكل الطرق في الزمالك بتؤدي خلاص لرحيل فريرة لرحيل فريرة طيب يعني اللي جاي كابتل خلال جلال ام 99% طيب كان الواحد في المية ده اللي هو امير مرتونا منصور قال لك على جزتي ان لو يجيش مدرب مصري اكمل في الجزة دي امير وجهت نظره مدرب اجنبي عشان يبني للموسم الجديد يستغل للفترة دي في النه نبني بالمدرب الاجنبي للموسم الجديد امير عايز يجيب مدرب اجنبي ومعاه مدير رياضي مين؟ كابتن احمد حسام ميدو كابتن احمد حسام ميدو يتولى منصب المدير الرياضي يعني يبقى تنصيق ما بينه وما بين واميري يبقى ضروق ايه زي ما هو مش رفع الكورة يبقى فيه تنصيق ما بينهم كابتن اسماعيل موجود زي ما هو سامير اصلا بيلعب الدور اللي اجبه حلقة وصلة ما بين الفرقة مش مصر جيدة ما هي نفس القصة برضو ما كابتن اسماعيل موجود كمدير كورة هي القصة اني برضو يعني ايه يبقى ميدو هو اللي موجود ويبقى فيه حلقة وصل اللي امير ما بينه وا بينه وما بينه وما بينه وما بينه وبينه بالكبتن احمد حسام ميدو يكون موجود فميدو عايز يجيب مدير فني وشغال يعني احنا بنتكلم اول في الوقت الحالي ميدو قاعد مع يعني وكلاء لعبين وبيدوروا على سيار ذاتية عشان يهدمها للإدارة عشان يحاول يضغط على الإدارة أنه هؤل المدربين أهو مدربين كويسين فنجيب مدير فن أجنب طب ينفع ميدو موجود اسماعيل يوسف موجود سأنا بقى قولي انت اللي عندك بس يعني فكرة يعني وجود كابتن ميدو هو أساسا الجهاز الموجود المشف عمع الكرة ما عندوش رغبة فعالة كبير منه بما فيهم الكابتن اسماعيل يوسف ففكرة انه يدو ييجي عشان كابتن اسماعيل يوسف يوجه له الشكر وروح لأي منصب تاني إنما مش هيبه موجود كمدير كورة المسميات كتير قوي مدير كورة ومدير رياضي ومشف عمع الكورة ممكن ده كله يتلخص في منصب واحد وخلص الكلام لكن زي ما بقولك هو كل الناس اللي اتكلمت مع كامل احترام والتقدير لها الكورة بتقف عند رجل أمير مرترم منصور هو قرر يشوت هيشوت قرر يوقف الموضوع هولد هيوقف الموضوع عشان كده بقولك هو مش عايز كابتن خارج جلال طيب عنوان جديد لأستاذ أحمد جلال وهو عقود الإعلانات تصير الفوضى في النادي الأهلي يعني احنا عمين نتكلم عن الأهلي مجهد والأهلي عنده ماتشات ومتتابعهم ماتشات وقد نلعب نهائي كاس مصر الأهلي وبرامة زيوم 8 إبريل وعندك ماتش يوم واحد إبريل في الأهلي والهلال والناس همارة تتكلم عن الإجاد والربطة بطي مشكلة والمناطشات ما تتأجلش ومالش الماولين ما بين القطن و سانداونز والقاري تغرب خمسة بسبب طب وبعد كده تلاقي اللعيب بيخرج ويعمل يعني عنده بروتوكول إعلاني أو اتنين شنوي وطهر محمد طهر وبيسافره عشان يقود العناية طب ماشي إنما تلعب ماتش خماسي من اللي عماتش خماسي؟ طهر محمد طهر فين؟ في الإمارات إزاي؟ ده أكيد؟ ده أكيد والصور موجودة وده نادي الأهلي عنده علم في ده؟ ما هدي بقى المشكلة يعني إحنا بنعملين نتكلم والناس كلها عملت تتكلم عن الإجاد والإجاد والإجاد إنت لعب مهم جدا في الفرق حتى لو ما تخدش لعب دولي ولكن لعب دولي مش موجودة منتخب مصر كان ممكن يبقى موجود إنت لعب مهم وممكن تبقى وراء ربحة في وقت ولا وقت حتى لو ناس دهت ماتش واثنين لكن طهر ركيز أساسي بالفرقة صح فإزاي تلعب ماتش وخماسي؟ أنا أتذكر أن يعني ناصر مهر عمل ماتش وخماسي وتعاقب بسببه طب في ناس لا أغلبا مش بسببه يعني ماشي يعني عاد فترة وخلاص هو معموله بالضبط مسلمان يقال له خلاص بقى على جنب منت طب يبقى أنت بتتكلم في حاجات مهمة أنت راس ملك أنت لعب كورة ده أكيد العيشة أنت لعب محترف كمان العقود الإعلانية نفسها مع كاميرا التقدير والإحضار بتتعامل في أو التوقيطات اللي ممكن تسمح لك بده يعني ممكن تبقى حاضر مهش نوع حاضر لكن ما لعبش صح لعب منتخب مصر بعدها ما ينفعش أنت تلعب ماتش وخماسي مهما حصل مستحيل وأكيد ده مش موجود في تعاقب علانيش طب بالضبط هنا بقى الإشكالية هل تصمح له في الأهلي بهذا؟ آه دي كسة تانية دي مشكلة كبيرة طب لم يصبح له في الأهلي بهذا هل هيتعاقب؟ دي إشكالية مهمة صح لأن ده ممكن مرجعه في حاجات كتير قوي احنا عمان نتكلم في مستشفى الأهلي والأهلي عنده إصابات كتير والأهلي عنده إصابات عضلية وابعدين صح فدي أزمة كبيرة جدا أعتقد أنها محتاجة عادة نظر من يعني دارة الكرة في الأهلي مش أنوان أحمد الهواري القادم هو أزمة بالحاج مع فريرة أحمد بالحاج لما انضم للزمالك كريم كان بيلعب مع أسوان والمركز المفضل للعب هو مركز رقم عشرة لما اللاعب نزل في مطش الزمالك واسموحة قدم مستوات طيبة جدا بس كان بيحاول أنه هو يدخل في حتة المركز اللاعب رقم عشرة اللي الزمالك ما بيلعبش بيها بعد المطش حصل خلال التدريبات كلام من فريرة مع أحمد بالحاج قال له أنت جاي الزمالك تلعب رقم تمانية هتلعب المركز اللي أنا هلعبك فيه ما تلعبش رقم عشرة اللاعب اعترض على القصة ديت وقال له أنا المركز اللي أنا هقدر أقدي فيه هو مركز رقم عشرة فأنا عايز ألعب في الحتة دي فريرة قد تعليمات وأوامر لللاعب هتلعب رقم تمانية أنا مبلعبش برقم عشرة وطريقة لعب ما فاش رقم عشرة دعم المشكلة ما بينه وما بين فريرة وراح يشتكى للجهاز المعاون اللي تكلم مع فريرة لكن فريرة برضو أصر مع اللاعب أنه يلعب رقم تمانية المشكلة اللي نزلها بالحج ما كانش بيقدم أفضل مستوى لي لأنه هو بلعبش في مركزه وراح يبلغ قدرته القرى بكده أنا لو فيه أي يعني اعتراض على مستوى أو هجوم بيحصل من الجمهور على مستوى أو حاجة عشان بلعبش في مركزي أنا عايز ألعب رقم عشرة والمدير الفني مش عايز يلعب فكانت فيه أزمة ما بينه ومش بالحجة بس أكتر من لعيد دخل في أزمة واشتكى للجاز المعاون واشتكى لقدرت الكرة أنه فريرة بيوظفه في مكان مش مكانه طبعا لأنه القادم للأستاذ أحمد جلال هو العقد المنتظر تسريبه في الزمالك لسه تاني؟ أه طبعا مش كفاء فلاشة موجودة وكما قال الشاعر هات الفلاشة وقعد لعيبني بجد هات الفلاشة وقعد لعيبني هو كما عقد متسرب لحد الوقت لغاية دلوقت فيه في عقد جاي العقد المهم بقى العقد البوم تقوليش زيزو بالزبط أحمد سيد زيزو هو العقد المنتظر تسريبه ده هيستنى شوية كده لغاية ما يتشاف الوضع إيه وبعد كده يطلع عقد زيزو وعقد زيزو المقربين أو اللاس الموجودة كلهم عارفين أنه العقد الذي أثار أزماته وصدمات كبيرة باعتراف رئيس النادي نفسه لما قال أنا ما كنتش قادر أقعد إمام عشور عشان موضوع زيزو وعقد زيزو وفلوس زيزو برغم أن بداية أزمة إمام عشور الحقيقية مع عقد زكري الورد أنا فيه سؤال مستفزني جدا دلوقتي فاضل مش قادر أستنى عليه حد فاضل هو مين ليه مصلحة أنه يأذي الزمالك بده يعني هو اللي بيحصل ده أزيل الفريق أزيل الفريق الزمالك كده كده اللعيبة أكيد بطبيعة الحال كلنا يعني اللعيبة بتبص البعض ومين بيأخد أكتر ومين بيأخد أقل مين مصلحته الأزية دي جوا نادي الزمالك نفسه يعني فاكر المقولة بتاعت المهند سعد القاي الأقل مختارك 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 الزمالك دلوقتي مختارك 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 الموضوع ما بين إدارة مالية وإدارة قانونية ومجلس إدارة وبعد كده بتروح العود أربع نسخ نسخة للمطيقة نسخة مع اللعيب نسخة مع النادي نسخة مع التحاد الكورة الناس اتهمت التحاد الكورة ما فيش أقود تاني أنت تتسرد ما فيه أقود كبيرة برضو لعبة تانية بالأهل وبرامدز أقود كبيرة حد تتسرد حاجة حد تتسرد حاجة هي المقصود دل الزمالك من جوة إحدى الإدارات داخل دل الزمالك فالعقد المنتظر هو زيزو لأنه خصوصا لو أقولك قصة إمام عشور قصة لعبين آخرين وفعلا عقد جيزو كبير باعتراف المسؤولين أن العقد فعلا كبير لكن الزمالك كان محتاج اللاعب وهذه وجهات نظر لكن العقد كبير 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 طيب طيب أنوان آخر كبير 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 عند أستاذ أحمد الهوالي رحيل جماعي في الزمالك بنهاية الموسم كنت حاسة أنه هو حسيت بعدين يا جماعة يعني مع كامل الاحترام هو جماعة فعلا الزمالك محتاج هدوء بس مش مننا يعني هدوء من الناس اللي بتشتغل في الزمالك لعيبة عايزة تمشي ولعيبة بتتسرب لها عقدها ومشاكل في المدربين يا جماعة اللي بيحب الزمالك طبيعي إنه كل الكلام ده بيقاش موجود أنا والله أنا مضطر عشان ده شغلانيتنا احنا شغلانيتنا الإعلام بس حرام اللي يحصل للزمالك كده حرام بص أول موضوع مرتبط شواء بموضوع تسريب العقد لأنه يعني التسريب العقدة كنبيلا موقوطة جوه الزمالك يعني أحدث أزمة كبيرة جدا اللعيبة اللي تسربت عقدها عملت مشاكل كبيرة جدا واعترضت وفيه لعيبة شافت زميلها اللي تسربت عقدهم قبلها موصلوش لحاجة فما تكلموش خلاص يعني آخر عقد تقريبا تسربت عمر السيسي ومصطفى الزنارة على موضوع والأجرب طبعا قبليهم وكام مصطفى الشلبي مصطفى الشلبي هو البداية بأنه هو أحدث أزمة كبيرة ودخل ودونجة طبعا من ضمن وعمر جيم برضو اللي تسرب عقدها وعمر جيم هي كل الصفقات يعني هو اللي تشتغل على قصة التسريبات دي وأكدأ أجزم يعني مش معلومة أن التسريبات دي خارجة من جوانات الزمالك عشان ناس برضو قالت من منطقة اتحاد الكرة التسريبات دي خارجة من جوانات الزمالك ناس بقى لها أهداف مع أي أن كان قصة بقى الرحيل الجماعة كريم العيبة اللي تسربت عقدها مستقرين بشكل كبير جدا على الرحيل وفيه لعيبة قدامة في الزمالك خلاص هيطلبوا الرحيل والموسم دي يكون آخر موسم لهم ويجيبوا عروض بعد نهاية الموسم ويمشوا سواء بره أو جوه مصر بص قول اللي انت عايزه مش هقولك ويعني إيه خدت قرب الرحيل هو أنا مش مرتبط بعقد هو مرتبط بعقد هو يجيب عرض زي أمام عشور هو جاب عرض وأنا ماشي أنا عايز أقولك أن اللعيبة لما أمام جاب العرض ورح مثلا كانوا بيبركولوا مش بيبركولوا أنه طلاحت أعرف هو ببركولوا أنه ماشي اللعيبة بيبركولوا أنه ماشي فيه لعيبة جوه قد لبس الزمالك لموا متعلقاتهم وأغراضهم يعني اللعيبة كريمة ما بيروح بيبقى لي لوكر بيحاطة فيه السترزاب بتاعته أدوات التدريب فيه لعيبة لمت كل ده وخلاص رواحهم البيت اللي هو على الأد أنا هجيب اللي أنا جاية أتمرن به وأنا ماشي وعشان أنا آخر السيزون أنا مش مكمل وماشي فيه لعيبة لمت حاجتها من جوه طيب أي موضوع تاكيس جونيوس أنا فيه أنا هو تاكيس جونيوس بص يا معلومة وسطني ومعلومة غريبة أنا بصراحة مستغرب أن الجهاز المعاون المصري أو كابتن أسامة تحديدا يعني كان بيقول اللعيبة في قد اللبس إحنا أيوم الاتنين هينزل لكم إحنا آخرنا معاكم بعد ماتش الترجي ويوم الاتنين أول تدريب لكم أو يوم الثلاث اللي هيقودكم في التدريب تاكيس جونيوس ده كان بيتقلل اللعيبة من كابتن أسامة في قدة اللبس خلال الأيام الأخيرة لدرجة أن اللعيبة كانوا معتقدين أن اللي هيقود الزمالك هو تاكيس جونيوس خلال الأيام الجاية أنا نفسي تلقيت اتصالات من اللعيبة النهاردة بيقولولي مين اللي هيضربنا بكرة تاكيس عشان كان بيتقلنا ان تاكيس هو اللي هيمسكنا طيب من الاستقرار صح يعني أنا لقتي أنا لعيب كورة بيتقللي ان في لين هييجي يمرنك طيب أنت خلاص يعني حتى أنا معارفش كابتن أسامة بيه يعني أنا وصديك عزيز بس فكرة أن أنا أقول للاقيبة حاجة زي كده لا 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 أنا أصدش أنا أصد أن يعني يعني ليه كلام ده يتقل يعني هو قالت صراحات ببارح أنا باحترم فريرة وخلاص ماشي لكن النهاردة ما اللعبي يعرف أن فلان أين كان فلان دمين هيمرني خلاص أنا خرجت برا المود لا خرجت كبان برا السيطرة بتاعت المدرب اللي بيشتغل وهي ده كريم اللي كنا بنتكلم فيها اللي وصل الزمالك اللي وصل الزمالك للحالة دي أن في حالة عظم ثقة من اللعيبة في الجهاز الفني ونفس القصة ما بين أعضاء الجهاز الفني وبعضهم فانت خلاص لعيبة شايفة الجهاز الفني بيقول لك أنا ماشي ومش مكمل ولعيبة شايفة الجهاز الفني مدير الفني والمساعدين بينتقدوا بعض وده كنا تكلمنا في قبل كده أن جهاز المعاون بانتقد فريرة في قطة اللبس فمشاكل كثير خلاص خلفت Engos نعمل نيتكلم ف reinstaksi الدقيب و نسيه النقط اللي هم وقابت ليس معي اليوسف بيسوا قابت لسماعي اليوسف و هم مذين levels قابت لميق apro. بيعمل ويعامي ايه بقى فكل القصة دي و ايه الدور ما نعمل上 في نعمل نيتكلم فهوفاء النابي jeu والجهاز الفني و الweh كابت لسماعي اليوسف هو راجل فني هو راجل إداري و راجل صاحب خبرات كبير طبعا. طب فين بقى الدور كابتن اسماعيل. موسة كريم هي تبقى كارثة لو كابتن اسماعيل وامير كل واحد بيحاول انه هو يطلع تاني صورة وحشة او مش مسيطرة على الفرق افهام قصدي. هي دي اللي هتبقى كارثة. لانت في الاول او في الاخر انت يهمك مصلحة الزمالك مش مصلحة افهام. كارثة دي موجودة او لا? موجود. مش. اولي انا بشكولك شكرا جزيلا شرفت ونورت. طبعا يا خليك كبير. شرفت ونورت كالعادر بشكركم شك شكرا جزيلا. ده كان ختاب حلقتنا النهاردة من رقم عشر. رب تكونوا استمتعتوا معنا. اشوفكم يا رب على الفخير.